اهلا بكم النهاردة يوم خاص جدا يوم مهم جدا ودي حلقة زاد طابع من قدر اقول من يعني عشر نجوم لان النهاردة اسمين كبيرين جدا وجودين في الدكتور واسمين كل منهم فيه تخصص لكن فيه رابط قوي جدا من التخصصين السكر او الغدد الصماء بس السكر اللي هيكون محور مهم النهاردة في الغدد والعيون الشبكية تحديدا فيه رابط كبير جدا كلكم عارفين هذا الرابط اللي ما يعرفش ان فيه علاقة وثيقة ما بين السكر وتأثيره على الشبكية يبقى غلطان لازم يفهم كويس او الكلام ده مرضى ودكترة شباب الاطباء لازم يوعوا مرضاهم انت عندك مريض عنده سكر لازم ترشده وتأكد عليه انت روحت او بتكشف باستمرار عنده ولازم انت تتأكد المعلومة دي عليه وتتأكد انه بيعملها بتروح لدكتور الشبكية ولا لا كم اتمنى دايما انه السكر والشبكية او السكر والعيون يكونوا فيه مكان واحد وهنا النهاردة احنا بصدد ان احنا نفهم هذا الكلام يكونوا فيه كيان واحد ده مهم للغاية للمريض لانه كتير من المرضى للأسف كتير من المرضى بيروح للسكر ما بيتطمنش على الشبكية وكتير منهم بيروح للعيون وما بيتطمنش على السكر وما بياخدش باله السكر مظبوط ولا لا الرابط مهم جدا من الاتنين النهاردة يوم مهم لان احنا هنفهم النهاردة علاقة وثيقة بين مرضين شهيرين للغاية وحالات مرضية شهيرة للغاية السكر واحد من اشهر الامراض في المجتمعات كلها وطبعا مشاكل الشبكية بكل خطورتها وقسودها ويعني اقول مأساويتها للشبكية مشاكلها العنيفة قد تصل الى مرحلة المأساة بس الجديد والاساليب الاحدث في التعامل معها بتحمي الشبكية حماية وبتحل مشاكل كانت قبل كده كنا بنشوفها قبل كده صعبة او ربما لا تحل دلوقتي بقالها حلول وحلول جيدة بس التوقيت مهم جدا زي ما قلتلكم النهاردة يوم مهم جدا لانه قمتين من قمم الطب في مصر واسمين مفتخر بقبلهم دعوتنا النهاردة طبعا يعني هنبدأ بيعني احنا دايما في الطب السينيوريتي لها قيمة مهمة جدا نهضة القمة الألماء الكبيرة والاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا الاسم الأستاذ الدكتور محمود سليمان أستاذ طب وجراحات العيون بكلية طب جامعة القهيرة قصر العيني وأستاذ جراحات شبكية والجسم السجاجي بمستشعات دار العيون أهلا بك أستاذ أهلا أهلا شرح لي بي لنا هذه شرح لي طبعا والاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا الاسم طبعا القدير في عالم الغداد الصماء والسكر أستاذ الدكتور ميري نبيل نجيب رزق أستاذ أمراض السكر والغداد الصماء وأمراض البطنية بكل طب أسرعيني واستشاري أمراض الغداد الصماء بعيادات الكرمة للسكر ومضاعفاته أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا سعيد جدا بهذه أنا متشرفة جدا ده شرف كبير لينا هنبدأ الأول رغم أن أنا عرفت بالسينورتي لكن هبدأ بالسكر لأنه القصة تبدأ بالسكر أساسا طبعا بس بحلينا دكتور محمود ما هو مرض السكر؟ الحقيقة ده سؤال جميل قد يبدو بسيط جدا لكن اتشألب دلوقتي يا دكتور عيمان السكر متلازمة يعني كومبلكس كده ومكعبل في بعضه ومجموعة كبيرة كنا بنقول لا أزبط رقمك لما كنت نايب صغير كنا لقى الرقم لما يبقى 200 نفزع دلوقتي لا أنت لازم تشوف العيان من أول ما يخش كباكتش ديل علشان أشوف العيون والمضاعفات كلها ممكن تبتدي من قبل ما المريض يدرك حتى أنه عنده سكر أنا فاكرة كويس قوي كان عندي عيان وأنا كنت لسه نايبة صغيرة ومش فاهمين حاجة لقيت عينه لا واحد وبعدين يا جماعة السكر بتاعه أساسا مش عادي كان متين كان وقتها بقى المتين هي إنما السكر تحت المتين فطبعا كل الكلام ده تغير وكان هو جاي أساسا بضعف في عضلات العيون كبداية للتشخيص بتاع السكر فمن أول ما أسلم على المريض العيان محتاج كله يتشاف كمنظومة كاملة وهنتكلم النهاردة على كذا حاجة جديدة في مرض السكر والمضاعفات بتاعته ما هو فيه جزء مهم قوي فيه جزء تاني من حلقاتنا اسمه الجديد هيجي في شوية متقاطة طبعا أكيد يعني احنا نبدأ بستيب بستيب لكن أسباب السكر مش أسباب نقدر نقول أنواع وأسباب والقصة بتبدأ إزاي القصة بتبتدي من قبل ما المريض يدرك يعني مش عايزة أقعد أقول حاجات موجودة في كل البرامج أنا عايزة أسترس على حاجة معينة إمتى المريض يبتدي يشوك أو الإنسان الطبيعي يبتدي يفكر أنه ممكن يكون عنده سكر لأنه زي ما حضرتك عارف ممكن المريض يجيلي بعد 5 إلى 10 سنين يكون عنده سكر وصور يعني بالبلد كده عمال يهري في جتتنا من تحته وإحنا مش دريانين خالص فيبتدي يجيب من الموضوع فقط فكل العالم عمال يبتدي بدري 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 بالعكس أن إحنا هنمشي في سكة ما قبل السكري وإزاي نحافظ على المريض إن هو ما يخش فبالإجمال لما المريض يبع عنده حاجات معينة في العيلة أو حاجات معينة حصلت له في حياته لازم يروح يشايك إذا كان عنده سكر ولا لا الحاجات الأساسية هي لو المريض الكتلة بتاعة الجسم بتاعته فوق 25 ودي حاجة 25 ده فلة يعني إحنا بالمصر كده تلاقيها يعني يا دوبك كده مليانة سنة يعني فوق 25 دي لازم تعمل تشاك فوق الـ 40 أي مريض أي شخص لازم يعمل تشاك إنتوا عارفين طبعاً إذا كنت لدي جسم الوزن على مربع الطول يعني بالمتر فدي معروفة ليكو إيه؟ الوزن على مربع الطول بالظبط كده أي حد عنده سكر في العيلة والده والدته عمته وخالته ده لازم برضه يشايك لو حد كان عنده ضغط أو عنده كوليسترول لأن ده السلاسي المرح اللي بيجي مع بعض الضغط والسكر والكوليسترول لازم يشايك أو لو أي حد في العيلة كان اتعرض لحاجة اسمها جستيشن الديابيتس أو السكر جاله في الحمل يعني لو الأم السكر جالها في الحمل واختفى لازم تكمل تدور ولو الإبن كان ليه أم كان جالها برضه سكر في الحمل لازم هذا الطفل يبتدوا يدوروا عليه وهو أدلت يعني هو كبير دي المحطة الأولى والتانية طيب هنروح للعيون محطة الأولى في العيون وسؤال الكلاسيكي كيف يؤثر السكر على العين عموماً السكر بقى يعني بيأثر بشكل كبير جداً على العين وكل ما يخص العين بداية من عضلات العين زي ما قالت تورا ماري ممكن العيان يجيله شلل في أحد عضلات العين ويجيله ازدواج في الصورة لشلل في أحد العضلات اللي بتحرك العين يحولي يعني يحولي ودي بتبقى نتيجة لالتهاب في العصاب اللي بتحرك عضلة من عضلات العين عادة بتبقى مؤقتة بتقعد حوالي 8 أسابيع وبتروح بس بتبقى حاجة الحقيقة مزعجة جداً للمريد والمريد ببقاش عارف العريد بيجي بيشتكي ان هو حاسس ان هو مزغل ان هو بيكعبل وصدع عارف ده جزء الجزء التاني اللي ممكن يحصل من السكر الميا البيضة الميا البيضة تيجي بدري العين اللي عنده سكر بيجيله ميا بيضة بدري بدل ما يجيله في سن ستين سبعين ممكن يجيله في سن خمسة واربعين الخمسين دي مشكلة من المشاكل المشكلة الأخرى هي مشكلة الشبكية طبعاً مشكلة الشبكية هي المشكلة الكبرى اللي احنا عارفين ان هي ممكن الوقاية منها دي حاجة مهمة لكن مشاكلها كارثية حاجة تانية ممكن تحصل ان يحصل الالتهاب في العصب البصري فهي مجموعة من المشاكل أخيرها بس أضيف حاجة ان ساعات العين اللي عندهم سكر بيجي لهم نوع من التلاوس او في الجيوب الأنفية من الفانجاين من الفانجس بيجي لفتر كده ودي بيجي لهم يكون ملكوس ودي بتبقى في بعض الأحيان لما يكون العين السكر بتاعهم لخبط خالص وعنده كتو أسودوزز ودخل في القصة كده مناعته بتقل خالص فبيجي له الانفكشن او التلاوث في الجيوب الأنفية اللي هي نتائجه برضك حقيقة كارثية اللي هو بيسموه الفتر الأسود الفتر الأسود اللي احنا كنا مشوف في أيام كورونا كلمة اعتلال سكري كلمة برضو تقيلة مزعجة هل لها أسباب اعتلال شبكي سكري لكن في اعتلال شبكي غير سكري طبعا في اعتلال شبكي كتير في اعتلال شبكي تلوني على سبب الشبكي التلوني ده عبارة عن دمور في الشبكية نتيجة اللي اختلالات في الجينات بتؤدي إلى يعني دمور في الشبكية وفي اعتلال شبكي آخر نتيجة للجلطات ففي مجموعة أخرى من المشاكل اللي ممكن تصيب الشبكية من غير السكر لكن السكر له شكل واضح ومعين بنشوفه في عينين السكر وده الفايدة بقى اللي احنا منقول عليه على الفحص الدوري لأنها ما بتظهرش فجأة وده اللي هنتكلم عليه إنها بتيجي بتاخد مراحل كل ما العيان لقيناها واكتشفناها في مرحلة مبكرة كل ما كان التشخيص والعلاج ممكن المشكلة بقى هي الوصول العيان في مرحلة متأخرة دي تبقى في بعض الأحيان بنقدر نعليكها لكن في أحيان أخرى الحقيقة يعني لسه النهاردة للأسف شايف مريضة عندها عنها لتنين الشبكية نتيجة لاعتلال الشبك السكري بعد ما عملت العمليات في مرحلة متأخرة خالص الشبكية فيها دمور وبالتالي فقط الإبصار النهاردة الحوار حوار بالأسلوب الدرامي يعني كأن القصة بجد زي بيحصل في بعض الأفلام أو المسلسلات يبدأوا القصة من الأول وبعدين يروحوا للنصب وبعدين يروحوا للنصب وبعدين يروحوا للنصب وانت المخرج بقى أنا بحب الضرابة أولا وعندي أبطال النهاردة كبار يعني سوبر ميجا ستار هرجع لي الأطفال سكر في الأطفال كلمة متخاوة في أي بيحصلة وهنا الأطفال مشكلة أنه الطفل مش هيقول أنا عايز روح حمام الطفل مش هيقول أنا جعان وباكل كتير ما بتفرجش علينا فإزاي نعرف؟ ده سؤال رائع والحقيقة ده ممكن يساعد ناس كتيرة أن هما يدركوا أن السكر لمريض الأطفال مش نهاية المطاف بالعكس ده بداية الحقيقة الأطفال بيبقى عدمهم النشف أو جلدهم تخن لما بيجي لهم مرض السكر بيبقوا أكثر قدرة على التعامل معاه أكثر من الكبار إزاي تفكر أن طفلك عنده سكر؟ لما يبتدي يخس بدون سبب وجيه لما يبتدي يبقى همدان بدون سبب وجيه لما يروح الحمام كتير فيه انفكشنز أو فيه التهابات بتحصله بطنه توجعه يعني ساعات كتيرة أطفال تروح استقبال الطوارئ عشان بطنها واجعها لازم الطبيب يقيس ساعات بعض الأطباء بتطوح عنهم في الاستقبالات أن يقيس السكر فممكن الطفل للأسف بيتضهور بسرعة في الفترة الأولانية لو ما تلحقش فأي حاجة فيها حمام كتير خسسان ضعف عام وجع في البطن بدون مبرر ده لازم يتأسلوا سكر أصل موضوع بتاع تشخيص الأطفال ده في منتهى السهولة ده بس إسلوا سكر إسلوا سكر بالجهاز راندم هتلاقي السكرات أعلى يعني محدش يجيلي بسكر 95 يقول لي ابني عنده سكر نوع نمر واحد دي هلاوس برضو فيه ناس بتبقى أوفر كوركشن علشان الأمة أو الأب عندهم سكر ده جميع ما أعملوش دعوة مش عشان أنا كأب أو أم عندي سكر يجي نوع النمر واحد للأطفال ده مش انهارتد أو مش وراسي ده ليه قصة تانية خالص جينات وفيروسات وحاجات كده المجمل أول ما الطفل بيتشخص اللي عايزة أناقش مع حضرتك الفكرة بتاعة الدينايل أو الرفض الأهل بيبقى عندهم إحساسا لا لا إن شاء الله خير هيختفي انصرف فما فيش حاجة يصنعها انصرف للأسف المواجهة بتاعة أول طلعة دي بعد ما يخرج من الـ ICU أو المستشفى يعني طب دينا قرس طب ماشينا بأي حاجة طب إن شاء الله هيختفي بعد شوية واوع توليدي هتديله إنسولين أيها بالضبط يعني إرهاب فكري اه إرهاب فكري اوع يا دكتورة أو يكون هو بقى وقف الإنسولين على أمل أن انت هتعمل معجزات فدي قصة للأسف بنواجهها كتير وناس كتيرة بتعشم الأطفال بحاجة زي كده الطفل زي ما بقى أقول لحضرتك الطفل بيبقى عنده قدرة عالية جدا على مواجهة القصة خصوصا لما يبقى في رول موضلوس يعني فيه ممثلين ولعيبي كورة وكل الناس دي بتقدر تخش في سكة الرول موضل أو الكفاءات اللي عندها نوع نمرة واحد وعيش حياة جميلة وإحنا الحقيقة في كرما كمجموعة بنحط النظرة الشمولية لعلاج الأطفال كنوع نمرة واحد فيه سوبر هيروز للأطفال فبيبقى عندهم ناس ينظروا إليهم فيه علاج تثقيفي للأمهات وفيه علاج نفسي مش إن المريض فيه عنده مشكلة بس هو الحقيقة الأهل هم اللي بيبقى عندهم مشكلة في مواجهة القصة وقبول الفكرة إن ده مرض ينفع إن إحنا نتعايش معاه بطريقة صحية فالنظرة الشمولية هي المهمة ناتشو اللي يبقى ريال مدريد عنده سكر من نوع الأول منه هو صغير خالص ناتشو بيلعب على مستوى ريال مدريد وسلم حايك اللي يا رمز الأنوسة عنده سكر من نوع الأول برضو تاخد منسولين فده يعني خلينا أقول بس حملة مئة مليون صحة أفادت كتير قوي في اكتشاف جدا في نوع خصوصا نمرتنين يعني نوع نمرتنين بيبقى دراما والطفل بيتأثر تأثر واضح لكن نوع نمرتنين هو اللي بيعيش بقى تحت السطح كده والواحد بيعيش به أربع خمس سنين وخليها على الله فالحقيقة اكتشفنا كمية كبيرة جدا من البشر أكاد أكون أنه خمسين في المية أو أكتر من الناس اللي ما كانتش عارفة أنه عندها سكر اكتشفت في مئة مليون صحة طبعا حصل غزو في العيادات الخاصة والعامة وقت القصة دي وبعدين الناس بتنام تاني دي المشكلة يعني قال الحمد لله خدت قرسه وبقيت كويس فوقفت القرس يعني عندنا كده جهل عام بالتطور الطبيعي بتاع مرض السكر السكر مرض مزمن ما ينفعش ناخد وقت دور هروح بقى كيف أعلم أو يعلم أي إنسان أن عنده مشكلة في الشباكية الإبصار يعني لو عياني وحنا ناخد اتنين عيانين عيان عارف أنه عنده سكر فالمفروض زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا كتير كتير قبل كده عيان السكر لازم يعمل فحص دوري على الشباكية وعلى قاع العين عن طريق دكتور طبيب متخصص في الشباكية فده عيان الأولاني العيان الثاني بقى هو العيان اللي ما يعرفش أنه عنده سكر وده على فكرة ناس كتيرة زي ما لازم ترمير يعني هيحصل إيه؟ هيحصل يبتدي يشتكي من تدهور في الإبصار مش شايف فهيروح لدكتور عشان يشوف إيه المشكلة لو راح لدكتور مش متخصص في الشباكية ممكن الأمور ما تتشخصش في الفترة الأولانية اللي هي فترة مهمة جدا لكن البداية هي تدهور في الإبصار ومشاكل في الإبصار تدريجياً بتفضل تزيد لغاية ما توصل لمشاكل كبيرة قاعدة ده بالنسبة للعيان اللي هو مش عارف إنه عنده سكر فإحنا بنقول للسادة المشاهدين والمرضى أي مريض عنده مشاكل فيه الرؤية لازم يروح لطبيب متخص للأسف إحنا بنشوف بقى يقولك طب إنت بتشتكي من أنت لا يعني ما بقى لسنتين ثلاثة سنتين ثلاثة طب إنت فين من سنتين ثلاثة يعني بردك زي ما قاله تدريجي على الله كده لا إحنا عايزين يبقى عندنا وعي أكتر الحقيقة لازم الواحد يقول إنه بقى فيه وعي من كتر البرامج وإنت حقيقة تطور أيمن من الناس اللي شاركت في الوعي يعني بقى ناس كتيرة بقى دلوقتي عندها وعي أكتر كتير قوي من قبل كده فالتلفزيون والتلفزيون والسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي خلت فيه نسبة كبيرة من الناس ابتدت تفهم أهمية الكلام هل لحتلق الشبك له درجات آه طبعا هو ما بيبتديش فجأة كده اللي هو بيبتدي تدريجيا يبتدي تغيرات في الأوعية الدموية والشعيرات الدموية اللي هي بتبتدي ترشح فيبتدي يحصل ارتشاح في مركز الإبصار يبتدي مستوى الإبصار يتأثر يبتدي القصور في الدورة الدموية يبتدي يحصل شعيرات دموية غير طبيعية اللي هي قد تنزف والعيان يبتدي فعلا قد يفقد الإبصار نتيجة اللي هي نزيف في الشبكية أو في الجسم الزجاجي وفي بعض الأحيان المتقدمة ممكن يحصل انفصال شبكي كمان دي الستيجز بتاعت دي الستيجز دي اللي هي المراحل المراحل دي زي ما قلنا ما بتوصلش فجأة لا عشان كده العيان لازم يفحص العيان السكر لازم يفحص اللي إن احنا عارفين مشاكل السكر بتبتدي تظهر بعد عشر سنين في من وجود السكر في بعض العيان ما عارفوش وفي بعض العيانين احنا اللي بنكتشف انه هو عند السكر بنلاقي في مشاكل في الشبكية بنقوله طيب روح يعمل تحليل يطلع عنده سكر هو مش دريان هو مش دريان سؤال ممكن كتير من الناس بتسأله هل يمكن منع الإصابة بالسكر أنا بتحمس جدا للسؤال ده بصراحة هو سؤال فيه سوسبنز كمان اه والله يعني دلوقتي هتلاقي أي حدي بتفرج علينا أول ما سألت حضرك السؤال ده راح جاي معدول لأن احنا ده حلم بالزبط خصوصاً النساعات كثيرة العيانين يجوا لولي ما هم قدر ومكتوب ما أنا أهلي عندهم سكر هيجيلي هيجيلي فخلاص بقى ما هيضلمة ضلمة ما فيش داعي وكان الناس بتؤمن بأن ما فيش حاجة نقدر نعمل الحقيقة أنا هشارك مع حضرتك دراسة أنا محرجة أن أنا أقول أنها بقى لها أكتر من 20 سنة لكن لسه ما وصلتش عندنا في المعرفة العلمية عند كثير من الدكاترة قبل ما تكون عند المرضى حاجة اسمها ديابيتس بريفنشن ترايل ده الستادي دي أو الدراسة دي تعملت على حوالي أكتر من 3000 عيان أقسموهم ثلاث جزاء جزء بس كل المطلوب يخصوا لهم سبع كيلو سبع كيلو من كل مية والناس تانية تاخد لها القرص المتفورمين قرص يتيم والناس التالت ادوها قرص ده بل كده علشان ما ياخدوش بل وسبوهم لمدة أربع سنين اكتشفوا حضرتك قد إيه منهم الناس اللي نزلت 7% بس من وزنها كان في المية منهم كان مقدر لهم أن هم يحصلوا يعني عندهم بريدابيتس أو ما قبل السكري فكان متوقع أن هم يخشوا كان في المية تفتكر من الليلة دي حصلها حماية من السكر 60% 60% تخيل؟ ده رقم رهيب رقم رهيب جدا يعني 6 من كل 10 عيون فحمايتهم من الدخول في مرض السكر بمجرد أن أنا أنزل نزولة بسيطة في الوزن فأنا متحمسة جدا لتصدق حضرتك أن الوزن نزوله كان أكثر تأثيرا من أخدان الدواء بتاع الميت فورمين وإحنا دلوقتي بصدد أن نعمل تغييرات بسيطة في الحياة علشان أمنع حدوث مضاعفاتنا هنا لدرجة أن دلوقتي شركات التأمين اللي هي بتخاف على المالية مستحدود في كندا خافت دلوقتي وبتدت تحط بروجرامز وأدوية لنزول وزن المريض علشان تمنع حدوث السكر مع أن هما ما بيحبوش خلق يعني أي شركة تأمين تلاقي دا واللي التخصيص يقول لك لأ مش لعبتي لأ هي عرفت بقى أن دي لعبتنا كلنا أن تخصيص المريض اللي عنده فرصة أنه هو يكون عنده سكر أو تخصيص المريض اللي عنده سكر هيمنع حدوث مضاعفات وهيقلل من حدوث التطور من السكر وقد يمنع حدوث السكر فإحنا في حتة جديدة خالصة مهمة جدا عندنا مشكلة في العقلية العربية اسمها الكشف الدوري عندنا مشكلة كبيرة أن حد يروح للدكتور المساء الخير وطبعا لما نقول شبكية كمان يعني إحنا بنتكلم في حاجة لازم الناس تفهمها كويس فأهمية الكشف الدوري أهمية الكشف الدوري طبعا يعني الاكتشاف المبكر للمرض الاكتشاف المبكر للمرض معناه أن أنت تقدر تتصرف في المرض وبتقدر تق المريض أنه هو يدخل فيه مضاعفات في الآخر أنا مش عايزة أقول بقى قد تفقده الإبصار فيها بقى يعني يعني الحركة بتقول عليه العقلية العربية وهي الاتكالية يعني الاتكالية دي يعني سمى من سمات هي جمل صحيحة تقال في غير موقعها يعني مواحد يقول سمع على الله دي جملة عظيمة جدا ما فعلا عمنا بسمع على الله بس في غير موقع ربنا ما قالش كده ربنا ما قالش لما نقول مقدر ومكتوب فعلا كل حاجة مقدر ومكتوب ربنا ما قالش كده برضو ربنا قالك وقول اعماله فسير الله وعملكم ربنا إن الله ما أنزل ده إلا وأنزل له ده وقدر ده احنا أمرنا بكده وفي المجيل نفس الكلام ونخد بالأسباب ها يعني لازم نبحث عن الشفاء مش كده ولا إيه بزرط ده أكيد لكن بردك أحب أقول إن هناك تغير بردك في الوعي يعني أنا ببقى سعيد جدا لما بلاقي ناس غير الناس المتعلبة لأ ناس جايين من الفلاحين جايين من الأرياف عشان يكشفوا علشان عارف إن السكر ممكن يعمل له مشكلة وجاي علشان يتطمن طبعا أنا بسعيد جدا لأ في وعي ده أكيد في وعي أنا بس عايز أقول حاجة تانية من يعني تكملة لكلام الدكتورة ماري على النظرة الشمولية لنا نعم يا بس بس من ناحيةك ده من ناحية أنا يعني من ناحية دكتور عيون المفروض أنت لما بديه أنا بتسأل العياد أخبارك كلا إيه عين سكر أخبار رجلك إيه يعني أنا بردك النهاردة بالذات كان عندي مريض سكر شاب من إنسولون ديبندنت اللي هم كان عنده قدم سكري وقاعد بقاله ثلاث شهور ما كانش عارف هو راح لدكتور كان رجله بتوجعه وتلع أنه عنده قدم سكري أنا اللي قلتله أول مرة رجلك أخبارها إيه فقالي رجلك ترجعني فابتدى يشوف القصة إيه فلأ يعني إحنا لازم ناخد كأطباء لأ ناخد المريض ككل مش ناخد الجزء بتاعنا بس وده جزء مهم جداً لازم كلنا الحقيقة نقوم في الاعتبار كيف يؤثر السكر على الجسم ككل وكده ممكن نقول إحنا يعني هنحاول نجاوب في خلال الشوء لأنه ممكن عايز أسبوعين يعني أنا هنزل محطة جايزة آه بالضبط هنقول يعني بشأن المخ يعني أيها أنا عايز نركز على المخ المفهوم طبع القدم السكري معروفة للناس لكن المخ استروق ده جميلة جداً أنا هاخد خطوة برضو لقدام وأشارك مش بس حضرتك اللي هتشارك بعينينك أنا هشارك بعينة عندي شابة صغيرة بتشتغل في أجزخانة قاعدة طول اليوم فزاها أنا فتاخد كيكة وشوية حاجة أي مياه غزية موجودة عشان تفوق هي جاية تشتكي من إيه؟ هي أمامتها إنها دايخة طول الوقت دايخة هي ما عنداش سكر خلي بالك والدتها عندها سكر وبعدين فكل شوية تشرب بيبسي وتاخد أكل علشان كل ساعتين بتعمل حكاية دي لدرجة إن اللتر البتاع بيخلص على طول المهم يعني مش هطول عليك أنا عارفة إن وقتك دايق بس المهم إن القصة دي انتهت بإنها بيجي لها حاجة اسمها برين فوق البرين فوق دا أو الضبابية بتاعة التفكير دي بدايات مقابلة السكري ودي عند مرضة كتير جدا حج داريان خالص فيها بمصر بيجولي لفوا على مليون دكتور علشان ما مش فاهمين ما انتقابني ما عندكش سكر روحي تكل على الله لأ نقف شوية بقى أيوة اشرح لي الناس يعني إيه برين فوق يعني إيه ضبابية اللوحة دلوقتي إحنا ربنا خلق لنا جسمنا علشان يهضم مفيش حاجة بيور سكر في الجسم في الحياة الفكهة لازم تطلحها من الفايبرز ففي دايما الفايبرز عشان الجسم يقتلع منها السكريات إحنا كتصنيع صنعنا بيور شوجرز البيور شوجرز دي تخش على الدم تعملك دماغ تضرب في الدماغ تعمل دوكامين وتبسطك وبتاعه فأنت هل من مزيد لكن في نفس الوقت بيحصل إن الجسم بيروح مطلع إنسولين كتير يحصل لك هبوط سريع في السكر فكأنك راكب عارف الملاهي بتاعة الرولر كوستر دي فيعلق ويوطى ويعلق ويوطى فأنت حاسس بإنبساط وإنبعاج أول مكلة الحلويات نص ساعة ساعة تبتدي تحس بخمول تاني ناخد المزيد منها فالعيان بيخش في دائرة مفرغة بيزود الإفراس بتاع الإنسولين وبعد كده بيخش في سكر بعد شوية فده البرين فوج أو دي ده ضبابية التفكير اللي احنا معرضين لها كل من هو جالس على مكتب وبيحتسي السكريات والحلويات علشان يفضل صاحي لفترات طوية ده بيكراش بعد شوية في خلال سنتين تلاتة هيكراش وللأسف هيجيله سكر هيدخل في السكر يس هيدخل في السكر بس هو دلوقتي على بال ما يخش في السكر هيكون اتهبد سكريات علشان ده كاترة كتير تقوله خلاص انت بيجي لك هبوطات في السكر كل سكريات الحقيقة ده عكس اللي مطلوب اللي مطلوب ان انا اقل السكرز المصنعة واخد اكل زي كما خلقاه الله انا بس عايز اضيف حاجة بقى هو صحيح السكر سلعة استراتيجية زي ما بيقوله يعني طول الوقت وعبالة تعلي بس هو يعتبر من السموم سكر من السموم والملح السكر ملح دقيق والحاجة يعني والسكر بالذات يعني لازم ناخد بالنا كويس قوي ان السكريات السكريات هو فعلا السكر هو اشر السموم اشر من الملح لانه كمان بيأسطر على الزاكرة اه لقوا ان هو ليه جزء من تطور مرض الالزهايمر في علاقة وحب ما بيسمه الالزهايمر طيب ثري ديابيتس بالزبط كده يعني بيسمون نوع التالت من السكر والبركنسونيزم والجلطات طبعا بكل الان طبعا ازاي نشخص ان فيه مشكلة بالشباكية ده لقم واحد ازاي نهيأ المريض لبداية برتوكول علاية دعا اول حاجة بالفحص الفحص عن طريق طبيب متخصص انه بداينا نقول طبيب متخصص هنا طبيب متخصص الشباكية اه يعني لان دي برضو حتة محتاجة الناس تفهمها انه مش اي دكتور عيون يقدر يفهم الشباكية يعني هو ممكن دكتور العيون لو فحص كويس هيقدر يشخص ان فيه مشكلة بس ما بعد التشخيص ده ده جزء تاني يعني دي قصة تانية فهو الجزء الاولاني واول خطوة هو الفحص الفحص انت بتقدر تعرف ان فيه تغيرات في الشباكية وندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي بعض الفحصات اللي هي الفحصات الدقيقة الجديدة اللي هي التصوير المقطعي ساعات مهمة جدا دلوقتي وساعات بنعمل كمان تصوير قاع العين بالصبغة كل الحاجات دي بتدينا فكرة عامة عن الوضع ومرحلة التغير اللي موجودة في الشباكية هل ده نتيجة اللي عنده ده ارتشاح بس ولا عنده اعتلال سكري تكاثوري يعني ابتدأ لقوعية دموية تزيد هل عنده تلايف على مركز الإبصار أو بداية تلايف وشدة على الشباكية كل ده بيبان بالفحص بعد الفحص الاولي دوان بتحط بروتوكول العلاج يعني هي ودوقتي بقى عندنا فيه ستاندرز أوف كار زي ما بنسميها اللي هي البروتوكول العلاج العيان اللي عنده شوية تغيرات في الشباكية ومركز الإبصار كويس خلاص بنسيبه وبنتابعه على حسب بقى بقى له قد ايه من ستة شهور لسنة العيان اللي ما عندهوش حاجة خالص بنشوفه سنويا على حسب بردك بقى له كم سنة العيان اللي عنده مشاكل أكبر لا بنشوفه على فترات أقل ونبتدي ندخل بقى بروتوكول العلاج بروتوكول العلاج ده طويل ومختلف على حسب يما بنعمل زمان كنا بنعمل ليزر كتير أول ما العيان يبتدي تخدخل في المراحل اللي هي ما قبل التكاثوري أو التكاثوري ارتشاح مركز الإبصار وده بقى اللي هو جديد بقى ارتشاح مركز الإبصار كنا زمان بنعمله ليزر ولكن تأثير الليزر على المدى الطويل على مركز الإبصار تلع أنه هو مضر يعني مع السنين بيبتدي يحصل زي دمور في مركز الإبصار نتيجة للليزر فدلوقتي إحنا بنعمل إيه؟ بنحقن أدوية بنحقنها جوه العين جوه العين؟ أيوة جوه العين ده بدخل جوه العين ونحقن الدواء ودلوقتي وده بعدك من حاجات الجديدة فعندنا يعني ما شاء الله كذا دواء يعني تأثيره هائل وبيجيب نتائج كويسة مع ترتشاح مركز الإبصار بعد كده بقى ندخل في المراحل المتأخرة اللي هي تحتاج إلى جراحات اللي هي التنزيف أو التلايف أو الانفصال الشبكي وتاني أنا بقول العمليات دي بتجيب نتيجة إحنا من سنتين اتكلمنا في الموضوع ده وبنقول عمليات الجسم الزجاجي ليه؟ لأن سعاد بيجي دي أول معي أنا يقول جسم الزجاجي يبقى أنا مش هشوف يعني إيه مش هتشوف لا بالعكس ده عمليات الجسم الزجاجي دي تحصل فيها تطور هائل وبيجيب نتايج كويسة على شرط التدخل في الوقت المناسب أنا عايزة نروح بقى للجديد يعني إيه؟ لأنه أنا لو قلنا برضو ما هي طرق العلاج عامة هنوعد ثلاثة أيام نحكي أو أربعة أيام لكن إحنا لأنه معروف لأنه كلاسيكيات مفهومة يعني الكلاسيكيات إحنا عارفين الإنسولين فيه البيزل والبولوس طيب المكستارد أو المكس ما مفهومين الأورال هايبو جليسيميك معروفين إيه الجديد الطرق الحاليسة جميل أنا هتكلم على البرانشز البرانش الأولاني هو الأمل الجديد بتاع أن إحنا نحقن الكبد للنوع نمرة واحد بكابسولة صغيرة فيها الخلايا الجزعية أخيراً ابتدت تظهر وتظهر نتائج جديدة فده بيدي أمل لمريض نمرة واحد إن أنا مش هقعد أتشكشك بقيت أيام عمري النقطة الثانية هو صحيح ما أثبتش long term بس كونه إنه هو ابتدى يطلع على الأفق ما عادش كلام في الهوى ده إنجاز قومي عاليف بقى فيه كمان أدوية جديدة لمنع حدوث نوع نمرة واحد في المريض فلو واحد لقينا عنده تحليل معين بيثبت أن عنده قابلية لحدوث نمرة واحد بنقدر نديله أدوية لتثبيت فرصة حدوث نوع نمرة واحد نوع نمرة اتنين بقى ده حدس ولا حرب الأدوية كانت بتثبت سكر دلوقت الأدوية طمعنا فيها والشركات طمعت أو لقيت إنجازات فبتدينا نتشعب فإحنا بنبتدي نظبط مضاعفات وحماية كلمة حماية دي عمالة أتكرر أنا عايزة أمنع حدوث المضاعفات فبدي حاجة تظبط الكلا تحمي القلب تحمي الشرايين فكل ما العيان جه بدري وخدت هستري أو يعني القصة بتاعته أكثر حتى من طريقة أهله تعايشه إزاي والكومبليكيشنز اللي كانت عند أهله والمضاعفات بقدر أن تقي الدواء المناسب لحماية هذا المريض من حدوث ما حدث في الماضي فإحنا مش في نفس الحتة اللي كنا فيها من سنين اللي حصل مع أهلنا مش لازم يحصل معانا من ناحية حدوث السكر ومن ناحية المضاعفات القدرة على التعايش سنين بدون مرض السكر دي معجزة أنا شايفاها إنجاز ومن حقي أن أنا أكتسبها وأتمسك بيها كمريض وكطبيب لحماية المريض بتاعي النقطة الثالثة بقى اللي هي حدث ولا حرج اللي منتشرة في كل حتة اللي العيان بيجي يقول لي جارتي كخدت الدواء والحقن بتاعة التخسيس والحقن بتاعة السكر اللي بتعمل تخسيس وعايشين إحنا في حتة خزعبلية من الحقن اللي بتخسس ومعرفش الفلوس بتطلع مع أدوية التخسيس بتطلع حلوة جدا دواء السكر لا ما تفعش فيه أنا مش حاسس بحاجة ومكشفت أساسا بالضبط معاين دلوقتي حضرتك فيه تحليل بسيطة جدا غير مكلفة يعني العيان ساعات بيحس لا أنتوا هتفتحوا فتوحة أنا مش عايز بقى أنا عايز بس علاج السكر وكان الله يحب المحسين وساعتي يروح للأجزة خانة يقول لها طب نقلي أهم دواء ويسيب الباقي ما يعرفش إنه دايجمان السكر بيجي في متلازمات بالضبط ممكن جدا نلاقي السكر ومعها وده ده رقيم ممكن جدا نلاقي السكر ومعها كالسين فيه خلل بارفرمون وارد إنه يختل الكلة ما احنا ممكن نلاقي الكلة فيها مطبعا للدهون وده تحليل بسيط جدا مطبعا للدهون الدهون وتحليل زلال يعني إحنا دلوقتي بقينا بنعمل فسفيس صغيرة بقدر أعرف بيها العيان ده عنده فرصة أنه هو يحصل أو يبتدي حنتف في حاجة صغيرة أبتدي الحق هنا قبل ما تتطو النقطة الأخيرة بقى اللي هينزل وهيكسر الدنيا ولسه ده دي الأدوية الجديدة اللي بقت كأنها اكويفلنت أو مساوية للعمليات بتاعة التدبيس والتكميم والحاجات دي كلها في نسبة تقليل نسبة حدوث السكر وعلاج السكر نهائية فدي هينزل في مصر ونازل برة وهينزل في مصر بأريسون حلوة هل وحنا بنتكلم في الجديد هل هناك حالة في الشبكية أو في اعتلال الشبكية بسبب السكر يتقلع لها ما يقوس منها طبعا الحالات المتأخرة خالص لأن الشبكية لما بيحصل فيها المشاكل دي بتبتدي تدريجيا يحصل لها قصور في الدورة الدموية وتنتهي الأمر بدمور في العصب البصري والأوعية الدموية بتاعة الشبكية يعني خلاص بتقفل خالص آه في حالات ما يقوس من اللي هي الحالات المتأخرة للأسف كمان احنا بنشوف في العينين بتوع السكر نتيجة للمشاكل في الأوعية الدموية بيجي لهم جلطة في الشريان الرئيسي للشبكية يعني ممكن قوي المريض يكون عمل عملية وممتاز وكل حاجة تمام ويفضل سنة 2-3 ويجي فجأة بفقدان يعني للبصر فجائي كورونا عملت الحكاية دي بقى كورونا عملت كده نتيجة للتهافر العوعية الدموية والهايبر كواجلوب ستيدي فآه للأسف في حاجات ساعات وللأسف هم دول العينين اللي بيفقدوا الإبصار أنا بقى عايز أقول حاجة تانية نتكلم عليها بالمناسبة دي لما مريض من السكر بيفقد عين بيصاب بحالة من عدم الأمان واختلال نفسي هائل وده بيفضل على طول في حالة عدم يقين وبييجي أنا حاسس إن أنا شايف بالعيني عيني عمالها تضعف تلاقي عينه منتازة فده جزء باردك من العلاج النفسي لمريض السكر لأن في عمل نفسي مهم جدا لعينين السكر دول فيه سايكولوجيكا أو فيه مشكلة نفسية لأن السكر بيغاية بيعني بيلخبط حاجات كتير قوي منها الموخ زي ما قالت ترى يا ماري مش بس بقى في الفوج لا نفسيا 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 أكتئاب ده شيء وارد جدا في الحكاية دي الاكتئاب طب يعني العين يمشي إزاي يعني يعمل إيه دلوقتي مريض السكر إيه حضرتك السكاديول اللي بتحطه له عينيه السكر بالنسبة للعيون ولا بالنسبة للعيون هو يعني عين عنده سكر بييجي يفحص كويس كل قد عيون عنده سكر أول ما يكتشف أنه عنده سكر مفروض يفحص ده بيبقى إيه ده بيسميه اللي هي الرفرنس بوينت ده المرجعية بتاعته بيتتسجل مهم جدا التسجيل يعني بردك العينين عندنا في مصر ما بيسجلش ده حاجة موسيفة جدا يعني فبتتسجل فأنا بسجل للعيين مفروض يبقى كده وبعدين بيتعمله لو هو أول مرة يعني تشخص سكر يبقى عندنا المرجعية المفروض بيعمل بعد كده فحص دولي مرة في السنة لو عيان جه وهو عارف أنه عنده سكر بقى وبقى له فترة ولقينا أنه هو عنده تغيرات بنعمله ستيجين أول مرحلة إيه؟ لو المرحلة في بدايتها المفروض بيعمل مرة كل ستة شهور لسنة لو لقينا أنه عنده بشاكل ابتدى بقى اهتشاح في مركز الإبصار بيبتدي العلاج بتاعه اللي هو إذا كان حؤن أو ليزر ده الجديد بقى كمان ده الحاجات الجديدة بقى اللي كنت عايزة أتكلم فيها دلوقتي لأنه في حاجات كديرة فيها بيبتدي على فترات أقال من ثلاث شهور لستة شهور مع التدخل على حسب الاحتياج يعني العيان اللي كان في مرحلة متأخرة والتعمال له عملية العيانين دولت محتاجين إلى فحص وأمور استقارت بقى فحص دوري من ثلاثة لستة شهور فيه جزء بقى مهم جدا لأن إحنا يمكن مكلمناش عنه هم حوامل اللي هم معروفة أن هم عندهم سكر مش جالهم سكر مع الحمل لأ ده عيانة إنسولندبانة أول مرة وعندها سكر من الأول وجال حمل وحملة دول مهم جدا أن إحنا نفحصهم مهم جدا جدا أن إحنا نفحصهم لأن لو كان أولا الحمل نفسه بيعمل مشكلة كبيرة في الضغط وواقل آخره وده بيسميه عادة بيقى بيقى بيبي يعني بيبي بيقالهم فترة بيحاولوا وبيبقى فيه بيبي بالضبط كده ده عيانة لازم تتفحص بعد الشهر التالت من الحمل كل شهر لأنه محسنلهم لو عندهم أي مشكلة في الشبكية بتزيد بشدة وفي بعض الأحيان بتحتاج أن أنت تتدخل أثناء الحمل لأنه بيبقى فيه بعد الأحيان تطورات هائلة الجديد الجديد حاجات حلوة عندنا حاجات حلوة برضك ده يعني الدكتوري مريد حاجة حلوة ودعني فيه دواع هيبنى خلاص مفيش مش هيبقى فيه سكة إحنا برضك عندنا حاجات حلوة برضك عندنا أدوية جديدة اللي إحنا بنحقنها بقى عندنا أدوية جديدة طويلة المفعول وأكثر فاعلية يعني إحنا بقى لنا سنين وده برضك كان بريك ثرو كان يعني اختراق يعني إن إحنا نقدر نعالج ارتشاح ونقدر نعالج بعض حالات التعلال للشبك التكاثري بالحقت اللي هي بتعمل انكماش لإلواية دموية غير طبيعية وبتقلل الارتشاح على فكرة أنا بس عايز أقول إن مرض السكالي ومشاكل السكر دي التهابات يعني ده سايتو كاينز دي ميدييترز يعني فإحنا بنحقن جوالقين دلوقتي كنا قبل كده بنحقن كل شهر لأ ده في مجموعة جديدة من المواد اللي بنحقنها اللي بتقعد ثلاث شهور واربع شهور كيف فبنقلل بقى يعني كمية الحقن اللي الحقيقة بردك المريض بيخافن بيخاف منها يعني هو بياخد حقنها عشان السكر وبعدين بيخاف هذا تهايل بردك يعني ليه بسي أفهم أوه معلش أنتو زي بتحقنوا يعني العيان بينام ولا بتعمله إيه العيان بينام على ظهره وبقين تحت الميكروسكوب هو بيبقى صحي بيديله حاجة بتحددو الزي بيديله حاجة كده مهدئة بيهدوه يعني هو مش بيبقى منزعج ولا حاسس أو بياخدوا عليها هو بعد كده بياخد على بيبقى إنه بيحين بقى كتير فبيبقى خالف خلاص يعني موضوع بسيط يعني هو بردك العيان بيبقى يعني يوم ما بيخل يعني ساعة ما بيخلش جوة التعاملات بتلاقيه بردك خير بالخصوة في الأول بس يعني بس بتمشي يعني اه بتمشي والعيان بتططر عليه بقى خلاص بتعودي عليك لا حاجة مهامة يعني الله يكون فعونهم بط فيه إيه تاني جديد بقول الحركة يعني الجديد دلوقتي الارتفيشل انترجنس بقول الزكاري الصناعي أيوا الزكاري الصناعي دلوقتي يدخل في الطب بمتال عمف يعني مش عايز اقول انه هو فيلي تخصصات في الطب مش هتشتغل ما ليش بقى انا اعطار اعطار ده يحصل بعدين اما تخلص بس احنا دلوقتي ممكن بنشخص التلالي الشبكي والمراحل بتاعته عن بعد بدلوقتي بقى فيه كاميرات انا عارفين ان فيه كاميرات كان بتصور من زمان عن بعد لا دلوقتي الكاميرا بتتطور وبتشخص وبتبعث لك التشخيص بفاعلية فوق التسعين في المية فبقى عندنا دلوقتي لا داخل الزكاري الصناعي دلوقتي فيه التشخيص والحاجات اللي احنا كنا بنعملها اللي هي الفحصات الدقيقة اللي هي بتساعدنا في التشخيص شرف كبير لنا جدا ربودكم معنا النهاردة استمتعت بحوار من التراز الرفيع وارجوكم الدعوة يعني طبعا اكيد انا عارفت الانشغالاتكم بس الدعوة مفتوحة لانه مش بس المرضى محتاجين يشوفوا هذه الحوارية الهمة جدا ولكن ايضا شباب الاطباء عشان يستوعبوا يعني ايه تفاهم ما بين فروع الطب تفاهم على اعلى مستوى ما بين فراعين من فروع الطب طبعا الترابيزة المفروض تكمل بالكلة لازم يكون معانا النفرولوجيست عشان خاطر يكمل والألف والألف والأوعية دموية والهوخ والهوخ البطنة وطبع باسكولر أوعية دموية هم موجودين كلهم في الدكتور وفي الناس الحلوية نلاقي بقية الحوار الخاص طبعا شرف كبير جدا وجود اسم العالمي الكبير استاذ الدكتور محمود سليمان استاذ طب وجراحات العيون بكل الطب جامعة القاهرة واستاذ الجراحات الشبكية والجسم الزجاجي ومستشفيات دار العيون نورت فان دمو شرف كبيرينا دايما وجودك معا شكرا دكتور أيما استمتعنا بالحلقة وأرجو أن استاذ المشاهدين يكونوا استفادوا من الحلقة دي الحلقة يعني مش بس المشاهدين الشباب الأطباء كمان طبعا اسم الكبير والقيمة العلمية القديرة الأساس الدكتورة ميري نبيل نجيب رزق الأستاذ عمراض السكر وغضة الصماء وعمراض البطنية وكل الطبق أصر عيني استشاري الأمراض الأوضة الصماء بعيدات الكرمة للسكر ومضاعفات ونورت دكتورة ميري وبسعد جدا أنا بستمتع جدا لما حضرتك تكون المدير الجميل للفريق كده بتاعنا ده شرف كبير أن أنت يكوني موجودة معنا دايما خلي بالكم الصحياتكم الحوار ده مهم قوي لكم فبنا أحفظكم خليكم دايما مع دكتور أهلا بكم أن هذا يوم جميل جدا في عالم طب الأسنان في عالم صناعة الابتسام خليب لكم طبعا أنه في شيء اسمه متخصص في صناعة الابتسام هنقولها لكم بطريقة سهلة متخصص في تجميل الأسنان تجميل الأسنان فن خطير ومليمترات بتفرق جدا جدا فهم كويس جدا الماتيريال بيفرق جدا وإلا وإلا إلا دي في الطب بعدها دايما بيجي كلام صعب وإلا بدل ما أنا هعمل لك ابتسامة أحلى عملك ابتسامة سيئة وخلي بالكم مثلا بيبان قوي لابتسامات سيئة مثلا الفرق من ابتسامة كريستيانو ونورالد ومن الحاجات اللي أنا شايفها كويسة بس فيه أحلى من كده من الناس اللي تغيرت ابتسامتهم للأفضل بلا شك لأن السنان كانت كريستيانو كانت صعبة جدا الراجل بقى علامة تجارية لكن الأسنان مظبوطة فيه أحلى من كده آه فيه لكن قبل كده وهو صغير لأ كان فيه فلاجات كان فيه فرقات كان فيه مشاكل كبيرة جدا في الأسنان لكن أنا نفسي أعرف بجد مين اللي يعني اللي فاتح طب الأسنان فيه البرازيل يعني البرازيلين بالذات بيعملوا كده ليه في طب الأسنانهم لأنه فيه مشكلة كبيرة جدا فيه كل نجوم البرازيل فيه صناعة الابتسامة بتاعتهم مش عايزة أتكلم عن حد معين عشان ولا يعني شكلنا عقول إيه يعني قاسي شوية في الحكم بس فعلا فيه حاجة غريبة جدا البرازيل مثلا من أول بقى فيلمينيوم مرورا بكاكا يعني عجد عن يعني كاكا ده من اللعيبة اللي المفروض الواحد يتعامل معاهم بحرص ده راجل نص دكتور على نص لعيب كورا يعني لما تشوف شكله شكله دكتور يعني أوروبي الشكل عملوا له سنانه بطريقة مش حلوة أوفر لأنه أخد عيني ليه بتقوله أوفر لأنه أخد عيني جدا فينيسيوس جونيور لعيب البرازيل هو يعني أصمر نعمل له سنانه التجميلية بيضة أوي ده ملحظات بمناسبة كاس العالم يعني أن الناس دي قدامي على طول في كاس العالم فشايف سنانهم البرازيليين طبعا فيلمينيو الدكتور السنان اللي عمله السنان المفروض يتعاقب لأنه بشرته بشرة أمحية شبه المصريين لما أعمل سنان ما أعملهاش ناصعة البياض بالشكل ده ناصعة البياض والرص بتاعها رص يعني ما فيوش هو دي يعني اللي هو بيقول إيه أنا عامل سناني يا جماعة ده غلط غلط مفيش حكس منها أنا عامل سناني يا جماعة دي خالص خالص في البرازيل البرازيل على فكرة عندهم مشكلة رغم أنهم شعب عظيم ومجميل جدا شعب فاني شعب بيحب المرح والضحك والموسيقى والرأس لو روحتوا البرازيل اتبسطوا جدا بس عندهم مشكلة في يعني حتى بتوع التجميل بتوعهم في جراحات التجميل بعملوا عاجات اكستريم جدا هما الناس اللي هو على فكرة البرازيلين هما اللي عملوا ما يسمى الزبون دايما الزبون عايز إيه نعملهوله واضح إن الكلام ده طلطب بالأسنان وده غلط تعالوا راحب بضيفي العزيز المبدأ دائما في حواره اللي بيمتعني بأسلوبه الشيق والخارج دائما عن نطاق السندوق كلاسيكي تولي أخصائي تجميل الأسنان للمؤسس لمراكس برايت للأسنان وعضو الجامعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم المعتمد للابتسامة من بي دي سي بإنجلترا أهلا بك يا دور صاحب سيكا دكتور أيمن الله يخليك بتتفرج عكس العالم؟ أوه طبعا بتتفرج على أجزاء يعني على أجزاء بتشوف لعبة البرازيل هو زي ما انت قلت وعدهم مشكلة في دكاترة الأسنان معرفش بقى اللي في البرازيل ولا في أوروبا كمان هو الفكرة كلها دكتور أيمن حياتك برضو نواهت الحاجة موضوع اختيار اللون اللي بيفرق أكتر الخامة مش اللون أنا عارف إنت ممكن اللون يبقى فاتح قوي والخامة حلوة فما يبانش إنها فيك فموضوع اللون هم بيختاروا خامة سيئة ولكن اللون طبعا مهم إن اللون البشرة يبقى متوافق مع اللون الأسنان ولكن لو الخامة مظبوطة ومختارينها مظبوط هتعدي شوية موضوع إن اللون فتح والبشرة هبقى ده قبل تجميل الأسنان السنانه قبل التجميل على الفتح أحسن من بعد التجميل هوريك بقى بعد التجميل عامل إزاي هجهزه لنا بس هو كان عند عيوب إن السنان كبيرة أوي والضحكة لسويه بالزبط لكن هو زي ما بقولك هو عندهم مشكلة في في الصناعة في الماتيريال بالزبط أعتقد إن مشكلتهم في الماتيريال بالزبط مع إن الديزاينز بتاعتهم وليهم مدرسة في تجميل الأسنان أنا مش بحبها قوي ولكن هم ليهم ليهم مدرسة خاصة بيهم في موضوع تجميل الأسنان حتى في التجميل بتاع اللي هو الجراحة التجميل نفسها ليهم مدارس خاصة ليهم مدارس ليهم مقاييس كده خاصة إيه دلوقتي لو فيه واحد فقط سن هلأ بد أن يزرع يعني الزراح الحل الأمثل طيب يفرض هو مينفعلوش الزراعة مثلا أو ماشي عايز حلوة قوي السؤال وصغط وحلوة الحل الأمثل طيب هل هو الأنسب ولا لا أو الوحيد أو الوحيد ولا لا الفكرة كلها يا دكتور أيمن إن مع انتشار الزراعة وبقت إن الزراعة سهلة فالدكاترة بقوا يستسهلوا الزراعة أي حد يجيل بفقدان أسنان أعمل إيه إزرع طيب أنا عندي 3-4 أسنان في بقي إخلعهم ونزرع لك الفك كله وطلع بقى مصطلحات زي الزراعة في 10 دقيق والتحميل الفوري والزراعة الفورية والموضوع دخل في بيزنس شوية طيب الفكرة كلها في إيه أنا مش هزرع لحد أسنان غير وهو فأمس الحاجة إلى الزراعة ليه ليه هعمل كده لأن أولا لو في عندي أسنان موجودة جزء من الأسنان موجود ومش بيتحرك أنا ممكن أستغل عن الزراعة طيب هل إن الزراعة وحشة لا مش قصدي كده ولكن كل حالة ليها تريتمنت بلان أو خطة علاجية مناسبة لها لو شفنا مثلا حالة زي المعروضة دي من الوهل الأولى كده يا دكتور آيمان دي راحت على فكرة عند كل دكاترة أسنان مصر والخطة العلاجية بتاعتهم اللي اتحطت زراعة طب ليه زراعة وقال لها كمان هنخلع الأسنان اللي موجودة يعني هي عندها ستة أسنان موجودة ستة أسنان ودروسة اللي هم موجودين دول قالوا لها هنخلع كل ده ونزرع فك كامل الفك الكامل ده بيتحمل على ستة زراعات ده الخطة العلاجية اللي كل الدكاترة قالوها لها فهي خلاص هي في دماغها هي جاية تزرع هي بتقول لي بقى أنت ازرع لي خلاص اخترتني أنا عشان تيجي تزرع عندي أسنانها وبعدين لما قعدت معايا هي بتقول لي بقى بنتكلم في تكاليف الزراعة وخطوات الزراعة وكلام ده كله قبل ما شوف أي حاجة افتحي بوقت كده ما شوف يعني أسنان حركة لقيتها عندها ستة أسنان ستة أسنان ودروسة هم اللي موجودين دول باين منهم أربعة مثلا طيب السنان اللي باينة دي طب هو الدكتور لما يخلع دول هيزرع فين مكان في نفس مكانه طب أنا أزرع لها ليه هل الأسنان دي سبتة سبتة يبقى أنا حرام علي لو زرعت يبقى كده الزراعة في الحالة دي مش الحل الأفضل مش الحل الأنسب هي الحل المكتوب في الكتاب تزرع لكن الأنسب لها تركيبات ما هو عايزين برضو نعرف الناس إيه الزراعة أنا دلوقتي جاي وما فيش أسنان في بقي خالص فبزرع ست زرعات فوق وحمل عليهم الفك كله مش كل سنة بيتزرع لها زرعة فبقى أم حمل بزرع ست زرعات متوزعين كده في الفك وأم ركب عليهم إيه تركيبها سبتة طب هي حظها اللطيف إن عندها الستة دول موجودين وفي نفس مكان الزراعة يبقى أنا كده حرام علي أو أنا كده بعمل عليها شغل زي ما بيقولوا لو قلت لها هنخلع كم ده ونزرع ده هي كمان عندها مناسبة فرح ابنها أو بنتها أو عندها مناسبة يعني انت بتقول لي إيه أنا كمان هزرع بعد فترة عشان أنا عندي فرح بعد أسبوع عندي مناسبة بعد أسبوع مع إن علاجها هيخلص في أسبوع أصل يعني إنت بقى الزراعة سهلة وبسيطة وكل حاجة وفي الحالة اللي محتاجة زراعة هو والدنيا طبعا أحسن حل الزراعة ولكن حالة زي دي لو أنا دخلتها في الزراعة يبقى حرام عليها أولا تكلفة فرق كبير قوي بين تكلفة الزراعة وتكلفة التركيبات السابتة ثانيا انت هتخلع سنين ودروس موجودة وسبتة وده حرام ثالثا الوقت والمجهود انت هتخلع واجراحها وبعدين تعليه بعد ثلاث شهور وبعدين نحمل ونعمل طب ليه طب لو شفنا الحالة بعد اتعملت في قد إيه في أسبوع حالة زي دي اتعملت في أسبوع هتعيش قد إيه هتعيش على طول هي عندها ستة أسنان والسنان اللي ربنا خلاها أحسن من الزراعة طبعا 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 فيه السنان اللي أنا هبدأ أشتغل عليهم وحمل عليهم بالأوضاء الدكتور يعني الزراعة كان هيزرع في نفس أماكن الأسنان الموجودة يبقى أنا ليه أزرع لها فده كده التركيبات في الحالة دي أنسب من الزراعة أنسب لو حسبنا كل التدخلات اللي في الحالة يبقى إيه النتيجة أنه كل حالة لها ظروفها الخاصة وليها دراستها الخاصة اللي لازم تأخذ يعني تفصيلين لكل حالة بزبط ما ينفعش إن أنا عمم ينفعش عمم ما أقول الزراع أفضل من التركيبات في أنهي حالة ما هو لازم طبعا العيان المصري والعربي بقى بسبب البرنامج بتاع الدكتور وبرنامج الناس الحلوة بقى على دراية وبييجوا يكلموني في تفاصيل ده كثرة ما يعرفوهاش في عينين بيجوا يكلموني بسبب البرنامج ده في اللاين أنجل بتاع السنة أنا اللي علمت وبصراحة بيكلموني في اللاين أنجل بتاع السنة والترانسلوسنسي الشفافية اللي تحت الشفافية أنا أصيرا بيحب الحاجات دي والماتيريال الماتيريال دي أنا همهم يتفرجوا علينا على فكرة الموضوع بقى يسهل على بقى يسهل على الدكتور الشاطر أنه هو يظهر طبعا لا هو بيسهل بيوفر وقت كبير جدا بالضبط ليه؟ لأن أنا بدل ما أنا بكلم كل مريض لوحده بتفاصيل كتير لوحده أنا بكلم للعموم وبعدين كل واحد بعد كده بيأخد تفاصيله فبيسمع من الدكتور بدل ما بيسمع منه لمدة ربع ساعة لا بيسمع منه 45 دقيقة وعلى أقل بقى يعرف يميز الدكتور الشاطر والفاهم من الدكتور اللي بيقول له أي كلام ويبقى له أي كلام يعني ده جزء آخر يعني ده جزء آخر لأنه بيبان جدا في الحوارات العلمية والحمد لله ثقة الناس في أنها تسمع المعلومة الطبية الصحيحة من مصادرها بقت أعلى بزبط السؤال التاني بقى دلوقتي الفلجة بتاعت السنان أو الفروقات ما بين السنان هل نعملها فينير ولا الفنير ممكن لو ما تعملتش صح بتخلي المنظر أكثر قبحا مش يعني أو أوحش مش أحلى أنا عين الفلجة أو الفتحة اللي بين الأسنان اللي اسمها داستما بيصعب علي هو محطوط بين حلين يا إما تعمل لي تقويم والتقويم مش بينفع في كل الحالات وعيبه الكبير قوي في حالة الداستما حاجة اسمها الريكرانس الريكرانس ريت بتاعه عالي جدا لأن الريك ترجع تفتحتين ترجع تفتحتين يعني بيتلبس مسبت بعد التقويم يعني هي عملت تقويم سنة سنة ونص سنتين واستحملت التقويم بكل رخامته بعد السنة ونص سنتين دول لو الحالة لو المسبت ده هي مثلا مسافرة لمدة اسبوعين تلاتة شهر نسيتوا أوضاع منها الحالة هترجع تاني فبيفضلوا يعني خلاص قداميش حل غير التقويم أو تعمل تجميب بالفينيرز القشرة اللي بتتحطها على السنين المشكلة فيها بقى أن بتطلع شكلها مش حلو قوي ليه؟ لأن الدكتور بكل بساطة أنت عندك فتحة بين الأسنين حالة زي اللي موجودة أنت عندك فتحة بين الأسنين أقل ما هتعمل يعني هتحط سن هنا وسن هنا فهي كده يبقى جيالي بتعمل تجميل شكلها خرجت أوحش من الأول حتى لو قفلت الفتحة حالة الداستما أو حالة الفلجة بين الأسنين هي اللي تبين الدكتور ده بيفهم ولا لأ وشاطر ولا لأ وعنده فكرة هندسية ولا لأ في توزيع المسافات وشوفنا الحالة دي بعد هتلاقي دي معمولة بالدونيس دي صعب على فكرة الحالة دي جدا صعبة طبعا جدا يعني هتاخد وقت طويل في التجهيز لكن تتعمل على طول أربع تيام دي بتتعمل في أربع تيام لكن أنا عشان لعمل الأربع تيام صح لازم ما أعود أعملها هم جالستين بالزبط بينهم أربع تيام ولكن حالة الداستما لو معمولة غلط السنتين اللي في النص بيبقى عراض قوي بيبقى شكل مش حالي رابط لايب بالزبط إحنا بنوزع الابتسامة على من ست لثمان أسنين يعني بنوزع المسافة دي على الأسنان كلها على الأسنان كلها فالفكرة فيها سنة هندسة شوية مش بس طب أسنين والتجهيز أو تحضير الحالة نفسه عايز فنان هتشيل منين وهتسيب فين لأ محتاج قصة محتاج قصة طبعا نقولها بك لأ ما تعملاش تقولها لي خليها بقى خبز دي حالة يعني تتدرس لأنه فرق كبير جدا بين على فكرة الفلجة جماعة بتدي انطباعها للوش إن الإنسان ينسى ملامح الإنسان اللي قدامه ومايفتكرش غير الفلجة بزبط فيبقى دايما أنا بعرفه بالفلجة لأن هي واخدها العين كاتشي للعين جدا جدا إزاي بقى الكلام دا بيتم هو دا علم بقى المفروض نجيب حد يشرح لنا علم النظر دا ليه العين بتروح لل العين بتروح للدفوع على طول للدفوع يعني البن دي شكلها حلو جدا مشكلة الفتحة اللي بين سنانها مخلية اللي بيكلمها بيبص على الفتحة ومميزها بالفتحة أنا بقولك أنا بالنسبالي على فاكرة في ممثلين في مصر عبر التاريخ احتفظوا بالفلجة دي عشان خاطر هم عندهم اعتقاد إن هم معارفين في الشاشة سيبك من حتة إنها مدخل الخير وبتاعه والكلام اللي غلط طبعا ما فيش حاجة كده بس هم مؤمنين بكده جدا لا دا في ناس مؤمنة بموضوع الخير أنا فيه بيشنت جات لي يعني كانت يعني سيدة أعمال تقيلة في مصر قالت لك سيبها لأ عملناها وبعدين تاني يوم قالتلي أنا خسرت مش عارف كم افتح حالي بجد والله ما بأهزر وفتحنا لها الفلجة تاني ففيها اعتقاد فعلا اعتقاد موجود وعند ناس مش مش كو يعني أنا اللي هي صديق عزيز عليها جدا جدا أنا أخو يعني زي أخي يعني عزيز اللي هي رجل أعمال يعني عنده الحالة دي ويقولك لا عمل تجميل سنان وسبها وفيه مطرب شعبي عمل تجميل سنان وسبها آآ آآ معروف قوي آآ 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 قلل نهاله شوية بس سابقة هو قللها شوية بس سابقة آآ آآ لازم يفضل جزء آآ آآ ده فلء الخير آآ آآ مش عايب يسموها إيه بس طبعا مش دقيقيا مش حقيقي يعني الكلام ده هروح بقى اللي ديفوه تاني أصعب أنا عاملة صعب عليك ديفوهات هوا لا ديفوه الأصعب في رأي بروز الفك ليه بروز الفك انت بتتكلم أحيانا في بعض الحالات نحتاج إلى جراح صعبة اللي هي بقى كسر وتقليل حجم واشيل جزء من العظم ورجع الفك الوراء واستشفاء منها بس في حالات تحقيق الجيدة فعلا هل لابد ده ولا في حالات متوسطة ممكن نعمل لها حاجة تانية أنا دايما بحب الحالات اللي تترفج من كل التخصصات تجيلي بقى أنا فن فيها عشان الدكتور التقويم ما عادش يقول لي لا الحالة دي لازم تقويم ودكتور الجراح يقول لي لا الحالة دي لازم جراح فبقى جيب الحالة المرفوضة من كل الحاجات دي أو البيشنت أو العيان نفسه رفضها أنا بحب بقى اشتغلها وبعد أفنن فيها كده حالة زي اللي موجودة دي دي عندها بروز فك وبروز أسنان بروز الفك كل ده كترة يعني كل ده كترة العالم أجمعه الحالة دي جراحة فك إيه جراحة الفك بنطلع الفك بره ونشيل جزء من العضب نشيل شريحة من العضب طولين ومسامير وتقعد في البيت ست شهور والاستشفاء كامل بيكمل بعد سنة وشوية والعملية مكلفة جدا يعني العملية مكلفة جدا وفيها ريسك كبير البيشنت أو المريض أول ما بيخش على اليوتيوب كده يقول عملية الفك لو شافها عمره ما هيعملها عمره قولاً واحيلة إلا حالات قولاً إيه لأوي إلا لو هو احتياجاً له بالظبط ما الحالة دي متشخصة جراحة يعني الحالة دي متشخصة جراحة دي كانت عند دكتور التقويم الدكتور التقويم أنا ما لهاش حل عندي يروح جراحة طيب فهي جاية لي أنا الملازي الأخير أنت لو قلت لها لأ دكتور التجميل لو قال لها لأ دي خلاص هتعيش بقية حياتها كده وهي بنت صغيرة عندها 20 سنة مثلا دي عملنا لها إيه أنت بتقعد مع المريض بتاعك أو البيشنت بتاعك تقوله والله الجراحة هتديك 90% والتقويم هتديك 70% أنا بالتجميل هتديك 65% 70% تمام؟ يقولي تمام بنبدأ نشتغل على كده عملية دي مش عملية بقى هنالك نشتغل على الأسنان وجزء من اللسن بنشيل جزء من اللسن والأسنان بنوصل لحل مردي ونتيجة أنا بالنسبالي تحفة قوي وحلوة جدا في إسبوعين وبتكاليف قليلة زي كده عشان تعرف يا دكتور آيمن الفك دخل قد إيه بص السنة اللي فوق بص السنة اللي فوق علاقتها بالشفة اللي تحت بص بقى قرم بين الصورتين قبل وبعد عشان تعرف احنا دخلنا جوه قد إيه الحالة دي شبه رولندين هو لعيب البرازيل بالضبط هي أختها هي حال نفس حالة رولندين اللي هو نجم البرازيل بعد ما عمل سنانه برضو نفس الشكل ده بقى كويس اختلف تماما بالضبط فدي كده ده علاج بسيط وقته بياخد من عشرة يام لأسبوعين تكلفته عادية مش عالية قوي أنا رأيي ده اسمه حل مناسب ده حل مناسب للعين بتاعي الدكتور اللي ما عندوش حل ما يقفلش الباب في وش المريض بتاعه يقوله اتصرف او شوف دكتور تاني لان حد زي ده لو راح لأي دكتور يقوله ما فيش حل غير جراحة هتعيش بقيت حياتها كده يبقى زنبها في رقبة الدكتور اللي لقى لقى كده انا تدركتلك في تدركتلك في الصعوبات بدأتلك بصعوبة جاية من فقد السنان ورحت لي صعوبة اخرى هي الفلجة ثم البروز هل هناك اصعب من ذلك؟ اوه ويبان لك اسهل عما هو يعني وضع ان التجميل في حالات تبان سهلة لكنها صعبة صعبة عبدكتور وهي واضحة بزبط بزبط يعني انا بالنسبة لي حالات بروز الفك دي اسهل من الحالة اللي فيها عدم تناسق في توزيع المسافات يعني ايه؟ يعني عنده سنتين في النص والسنة اللي في الجنب فيه فراغ والسنة دي لأ مفهاش فراغ وراء مش عارف فيه سنة نقصة وقد ايه؟ هبصت هالك يا دكتور عيمة بص كده على الحالة اللي موجودة دي فراغات؟ دي فراغات بس صعوبتها في ايه بقى؟ انها مش منتظمة السنتين اللي في النص بينهم فراغ السنة اللي جنب في النص لناحية الشمال لازق فيها اللي الناحية التانية فيها فراغ بعد السنة التانية المكان الناب فيه فراغ الناحية التانية مش قده فدي حالة صعبة جدا 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 على الدكتور التجميل ليه صعبة؟ لان انا عايز اوزع الاسنان والدنيا مش متساوية ما انا لازم عشان عاملك تجميل البتسامة مش سيمترية مش هيبقى فيه سيمترية يعني اليمين مش هيبقى زي الشمال بالزبط ولكن يبقى فيه هارمونية يبقى فيه تناسق في الدحكة يبقى عندي سنة هنا زيها هنا وهنا زيها هنا والناب شبه الناب هنا طب هنا هنوزع ازاي؟ دي بقى محتاجة انا رأي ان مهنتي بتاع التجميل الاسنان والكلام اللي انا بقعد اقرره كل حلقة يا جماعة فيه فرق بين دكتور التجميل ودكتور الاسنان العادي دكتور التجميل الاسنان ده دكتور انت لازم تدور عليه وتقلب الدنيا عليه عبارة ما تلاقيه وتسمع مني وتسمع من غيري واللي يرايحك في الكلام واللي تستريحه نفسيا ده اللي تروح دكتور الاسنان العادي ده اللي درسك بهجاعك بتروحك اقرب دكتور جنبك فدكتور الاسنان العادي لما من روحله بحالات زي دي الدنيا ببوز حالة زي دي لو شفنا السورة بعد دي انا بالنسبه دي اسهل من حالات بروز الفك أسهل منع انه اصعب من حالات بروز الفك أصعب من حالة الفلجة اللي في النص البسيطة دي حالات صعبة دي حالة صعبة في توزيع المسافة بص كده دكتور أيمن هتلاقي السنتين في النص جنبهم السنتين الأصغر جنبهم النبين في هارموني في تناسق الحالة دي بتتعامل في 4-5 أيام بالكتير قوي أسبوع لو الدنيا في ضغط يعني في المعامل وكده ولكن هي عندها كم سنة مثلا في الصورة فوق لا اللي فوق مش مسألة سن هي اللي فوق مديك خمسين سنة ستين سنة في الحدود ديت بس هي مش القصة في السن القصة في إنه لا مديك يعني واضحة عينك مش مستريح مش مستريح خالص خالص تحت طبعا السن 25 أو 30 مثلا أو 30 30 حل يعني لو 30 زي الفول هي سنة كم هي حوالي 56 آه زي الأمر زي الأمر خليني نروح بقى لقضية تانية مهمة وطول السنة الطول بتاعه هل ده العيان بيجي بطلبه منك هل لو طول السنة مش مناسب له بيأثر عن نفسيته بيأثر عن معنوياته طول السنين بيأثر في نفسيته أول حاجة تانية حاجة بيأثر في عمره وسنه ثالث حاجة بيأثر في علاقته مع الناس اللي حواليه لو أنت سنةك مش باينة وأنا بيتحكلك هتفتكر إن أنا متداء منك فاتح بقى بس أو تضحكي السفرة دي اللي هو يعني فيش ابتسان فدائما البيشن ده بيبقى عنده تعبيره مش واضحة واللي قدامه مش بيفهم قصده إيه من الكلام ولا قصده إيه من يعني أنت بتتحك لي كده ولا أنت بتتحك علي يعني إيه تضحكي اللي أنت بتتحكيها دي فبيجي لك البيشنت بيقولك أنا دحكتي مش مرايحاني نفسين هو بتلاقيه بيقولك كده البيشنت اللي سنانه مش باينة هو بيقولك والله أنا مش مستريح نفسين لدحكتي طب لو ضحك قوي بتلاقيه بيحط بقه وهو ما بيحبش ضحكته بيحط إيده على بقه لو شفتنا مثلا حالة زي دي دي أقصى ضحكة ليه الصورة دي ده كده ضحك على الآخر إيه اللي حاصل عنده السنان متكلة السنان اللي تحت متكلة الدنيا فاضية إنت شايف فراهة في النص بيجي يقولك وده راجل مهم محدد يعني من الناس المهمة في مصر يعني أنا نفسيتي مش مستريحة الناس مثلا شغالين معايا بيحسوا إن أنا ضحكتي ليهم مش من جوايا مش عارفة بيجي بيشتكي لك من كلها حاجات ليها علاقة إن هو مش مش حابب دحكته ومأثرة عليه بس هو مش عارف ليه هو بيفتكروا إن المشكلة في الشفاف يعني هو سنانه طويلة يعني سنانه الحقيقية طويلة بس هي من الدرية تحت الشفاف طيب لو شفنا الحلقة بيتعمله بقى طبعا تصميمه بتسامة نصوره فيديو نقعد نجرب بالأطوال بتاعته لو شفنا بقى الصورة بعد هتشوف السنانه بقى يتقد إيه في أربع خمسة أيام كده وهو بيدحك عاجزين لو شفنا الصورة قبل وبعد مع بعض وهو بيدحك باين إن هو بيدحك باين إن فيه سنانه سنه طبعا بيصغر جدا يعني البيشن ده بيخش لك خمسين سنة بيخرج من عندك أربعين سنة على طول عشر سنين على طول انت رجعت له طول سنانه تاني بيخرج عندك إنسان تاني على طول في ساعتها يعني هو خارج ما بيعرفش نفسه حرفين ده فيما يتعلق بطول السنان تمام السؤالي بقى ايه أهم عامل بيلعب طول في تصميم الابتزامة من اللي احنا قلناهم كلهم أو اللي احنا ما قلناهوش هل الماتيريال هل التصميم هل الرسمة الشكل هل التجهيز ترتيب أنا بالنسبة لي هي إجابة غير متوقعة بس في العصر اللي احنا فيه ده أهم عامل أو أهم عنصر في نجاح عملية تجميل الأسنان هو عنصر الوقت اللي انت بتديه للمريض بتاعك أو الكلاينت بتاعك عبر ما تعالج له أسنان ناس كتير قوي أسنانها مش حلوة والمصرين بالذات أسنانهم مش مرصوصة كويس ما كانش عندنا زمان دراية كافية وما كانش فيه برامج زي دي توعين الناس بما بأهمية أن دحكتك تبقى حلوة أن تحافظ على أسنانك أن تغسل أسنانك فالفكرة كلها الموضوع بقى بياخد يعني أنت البيشن بيروح للدكتور هتعالجلي أسنانك في أديه في شهرين مع السلامة مش جايلك هعمل تقويم في أديه في سنتين ونص ثلاثة مش هعمل كده دا مش الوقت اللي يتعامل فيه حاجات زي دي دا الوقت اللي يتعامل فيه الدنيا مظبوطة قوي بسرعة الناس فاكرة أن الخبرة بالسن يعني فاكرة مثلا أن دكتور أيمن شاطر عشان أو مثلا لو دكتور أيمن شاطر عشان هو مثلا بقى له عشر سنين في المجال موضوع الخبرة دا أنا بالنسبة دي بعدد الحالات اللي اشتغلتها في وقت قد إيه يعني زمين أنا كنت أطلع لك نفس النتيجة نفس النتيجة في وقت جبير دلوقتي أنا أطلع لك نفس النتيجة في وقت قليل ودي بالنسبة لي الخبرة فأنا رابطها بالوقت إن أنا أعرف أطلع لك الشغل دا فأد إيه وقت بيشنت زي دا دا راجل بزي جدا مشغول جدا ما عندوش وقت لأي حاجة والمناسبة هو كان عايز تجوز هو جاي يامل سنو كده فيه عندو جواز طلع الجواز التانية التالتة التالتة؟ أه معرفين؟ أه كويس تمام هتلون مش عارفين مش هنطلعوا لا أعرفين هنشيل الصور مهم دا بجد والله هو قال لي كده أه كويس فالمهم هو جاي يامل تنظيف أسنين فأنا بقول له وهو عندو الخدرة المادية للتجميل فأنا بقول له انت ليه ما تعملش قال لي يعني أنا يبقى عندي حاجة وخمسين سنة واركب تقويم طوله مين قال لك أن انت ما حالتك تقويم قال لي لأ يعني من زمان أنا موضوع أسناني مدهقني وكل حاجة بس أنا برفض عشان موضوع التقويم قالوا لك التقويم عادة دي قلي سنة ونص قال لي أنا جبرت على موضوع التقويم التقويم ينفع طيب حالته دي اتعملت فقد إيه أربع خمسة أيام هو بقى كده من كده لكده فأربع خمسة أيام فأنت لو ما دتلوش عنصر الوقت ده أن انت تعرف تشتغل الحالة دي في الوقت ده هو جالي مرتين لو عنصر الوقت ده هو اللي خلاه يقبل على أنه هو يعمل تجميل يبقى أنت ساعدته أي وقت الوقت ده أهم عام أنا بالنسبة لي عامل الوقت أن أنت تقدر تعمل شغل حلو قوي في وقت قليل طبعا بدون وقت ده مع الشغل الحلو لا ده الأساس آه ده الأساس لكن لكن من غير شغل حلو مهما كل وقت قصير الرجل مش يبقى مبسوط طب لو عاملت له شغل حلو في وقت طويل مش هيرضيه ما لأ مش هيرضيه ما بقاش حد دلوقتي عنده الوقت أنه هو يفضل يعمل في حاجة لمدة شهرين تلاتة ولا الكلام ده هو بيجي لي جالسة طويلة وبعدها باربع خمسة يام يركب بس الماتيريا اللي عامل مهم أيضا الماتيريا اللي عامل مهم قوي بس آه الماتيريا اللي يفرق اللي هو المادة المادة اللي سنعملها الخامة اللي بيتصنع منها الفينيرز والأسنين هو عامل مهم بس مش هو الأهم بس هو مهم جدا يعني هو بيفرق ولكن عين الدكتور وإيد الدكتور وتصميمه أنا هقولك حاجة يا دكتور أيمان أنا ممكن تديني قطع الدهب وتدي لحد تاني قطع الدهب ده يعمل لك بيها شكل حلو قوي وده يعمل لك بيها شكل عادي عادي الفرق في إيه في إيد اللي اشتغل فالموضوع مش بس الماتيريال طب هل الماتيريال مهمة أو طبعا مهمة ما أنت ما تدينيش نحاس وتدي لجنبي دهب لا الماتيريال الماتيريال مهمة ولكن هي ليست الأهم بس هي مهمة يبدو أن عالم التجميل هذا العالم المسير فيه عامل كثيرة جدا مثل عبطور مهم صحيح أن عامل الوقت اللي أنت النهاردة اهتمت به هو زي ما بيقوله بطل الشاشة ومهم جدا لأنه ده أنت قلت برضو الوقت ده من قلب شعورك وحواراتك مع المرضى بتوعك أنه الوقت هو اللي فارق في التوقيت وفي القرار لكن إحنا في حلقات قادمة نريد أن نضع الماتيريال المادة أمامنا بليز لازم نحط برضو الفروقات في التصميم التجميلي يعني الفروقات البسيطة اللي تكمن الشيطان يكمن في التفاصيل صح؟ صح فهنا بعض التفاصيل الصغيرة طول الناب الزاوية بتاعة الميل بتاعة السنان الشرشرة اللي افتر في السنان دي التعريج اللي موجودة على سطح السنة كل ده بيلعب دور مهم جدا في أنه يطلع سنة ناتشرال شبه طبيعي أو سنة شكلها أرتفيشل وبالتالي تشد العين لمنطقة أنا بسميها منطقة التجميل التقبيحي ما فيش هكسمها التجميل التقبيحي بس أنا أطلقت عليها أجلي بيوتفول اللي هو شكلها حل من ناحية النظرية لكن في الحقيقة والواقع ونظرة الناس هي مش شكلها حل وخالص صح كده؟ ده كتير قوي كتير قوي خلينا المرة جاء نتكلم على الأجلي بيوتفول دي تمام ضيف العزيز المبدأ دائما دكتور عبدالله متولي خصائي تجميل الأسنان المؤسس لمراكز برايتي الأسنان وضو جمعين أمريكي لتجميل الأسنان والمصام الملتسامة المؤثمت من البيدي سي بإنجلترا نوارت الدكتور حبيبية دكتور خليكم دايما مع الدكتور أهلا بكم الحقيقة قضية مهمة جدا تامت بتشغلني قضية الألم وبيني وبينكم دايما كنت أسأل نفسي إيه فلسفة الألم يعني ليه الألم موجود وليه الإنسان بيتألم ويشوفوا الحكاية دي يعني شغلك من يعني وقت طويل جدا ليه البنت تتألم البنت تحديدا يمكن كان رقيق جدا عشان تشوف بنت صغيرك 16-17 سنة 20 سنة 25 أو حتى أكبر 6 كبيرة شوية بنت كبيرة شوية تتألم شيء مزعج جدا لك كرجل وكدكتور وكان تظل القضية دي تشغل بالي سنين طويلة جدا فاجر كويس جدا في أوائل عمل الطبي جات لي حالة تتألم جدا وللأسف كان ألم شديد يعني بعيدا عن ألم النساء وتنوي كان ألم في الصدر وأنجاينة زبحة صفرية وتغفت وكانت دي أول مرة ألاقي نفسي مرتبط جدا لأنه مش فاهم فلسفة الحقيقة ليه ألم شديد وبعدين توفت في الاستقبال بتاع مستشفع القصر عيني أو مستشفع الحسيني أو مستشفع عين شمس أو مستشفع أي يعني بس مستشفع جامعي حصلت فيها لها جاية وليه حصل فبقيت أنا وأنا عين صغير شاب صغير بتقعد ببص كده وليه الإنسان يتألم وكبر القوية هذا التساؤل على مدار السنين ليه الإنسان يبتلى مموما مهدية الست البنت دي تجيلها ألم وتبتلى ليه ليه الحكاية دي لغاية من نهارة الصوم تشوف يعني بعد عشرين سنة تفكير في القضية دي من هذا الصبح كمكالمة بيني وبين واحد من أعز الناس ومن أجمل الناس ومن أطهر الناس وهذا الرجل أصر فيه تأثير رهيب أصر فيه تأثير يعني ده رجل نادر وسبحان الله بالوقت للتاني وكتير تشوف ناس يدوك هذا هذه الرسالة أن الخير فيه وفيه أمتي إلا أن تقوم الساعة إن فيه خير فيه عطاء فتشوفه بشكل كامل ما تشوفهش بشكل منقوص شوفه بشكل ايديال يعني قال لي حاجة حابت أكلمكم فيها ولا مش قدر أوصلها زي ما هو قال لي ولا ينفع أوصلها بالشكل بس أنا يعني فيعلم فهمت حاجة مهمة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى خلق النفس وخلق الأعضاء خلق الجسد وإنه حكمته الواضحة في إنه الجسد يمرض ويتألم إنه هو ده الوقت اللي بيتدخل فيه ربنا سبحانه وتعالى لكي يصلح حال نفسه يخفف ويعدل ويعالج بإيده هو سبحانه وتعالى حال نفسه نفس المريض الداخلي كل واحد فينا عنده كبرياء وعنده إحساس بالذين وعنده أنا أنا الدنيا ومن بعد الكل وغير موجود ساعة لما بيعي وساعة لما يقول أي ساعة لما بتعي البنت ساعة لما بتمرد ساعة لما بتتألم بس بس في الوقت ده بس بتلاقيها إنسانة تانية بتلاقيها نفسيا شيء منضبط إنسانيا جدا ومتصالح ورائع التكريه وتحس وإنت بتبصي لها أن ده مش ده مش ده مش البشر دي يات ربنا سوحناتها دي صناعة ربنا بقى ده الخلق دي فلسفة الألم دي جزء من فلسفة الألم الحقيقية إنه ربنا قد يبتليك أو يبتليكي بألم عشان خلاص أنت أعضائك انشغلت بهذا الألم فيصلح هو نفسك وزادك يصلح لك نفسك وزادك طبعا دي ما قلتلكم أنا لن أستطيع أن أوصل المعلومة يعني أنا أقول لكم وشوف بص عشان تفهم شيء ممكن تقعد سنين طويلة لا أنا 20 سنة بفكر في الموضوع ده النهاردة أول مرة أفهمهم أول مرة حسوا أنه يدخل أول مرة تقبل معنا كلمة المرض بالشكل الصحيح من ناحية دي من ناحية أنه أكيد دي ربنا سبحانه وتعالى هي التي تصلح حالنا وترعانا في حالة مرضنا شوفوا لما إيد ربنا تتدخل في رعاية إنسانة بتتألم وإنت ترفع إيدك عن مساعدتها قد إيته بانتا وليل جدا وقد إيه برضو فهمك لحتة إنه المريض ربنا عنده يعني إنت لم تعودني في معنى الحديث القدسي فكيف أعودك يا ربك على ألم تزور عبدي ألم تعد عبدي فإنسا عدتك يعني زورته تجدني عنده هتلاقيني عنده لما أنت تتخلى عن مراتك أو تتخلى عن جوزك أو تتخلى عن بنتك أو تتخلى عن أختك أختك في حالة مرضية هي فيها وربنا عندها أنت تقليل أدب أنت وحش جدا أنت قليل قوي قوي قدام نفسك قدام الغير هنا الألم وفلسفته هذا حوار مهم مستمر الأنسات وألمهم ومشاكلهم والتحديات التي تقف أمامهم هذا سيكون شواري مع ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والإسم المتميزة لأستاذ دكتور سيد مخص الأورام اللي فيها ممكن تكون مسؤولة عن الاتساقات داخل الحوض ما نقتلش بنت لسه ما تجوزتش إن إحنا نستنى عليها قوة تعمل الورن بالليفة ولما يجبر ده كبر لازم نشيل الرحل الإيجابيات معناه أدت ثقة للمريض المصر والمريض العرب في الطب المصر إحنا عوزين يحصل بجد تغيير في سلوكياتنا نتيجة وعينا أقصى من الله تخلي اللي حواليك عامنا وبجد نحس بالآخر إن الآخر أنا وإنت الولادة هي الأمل الأستاذ الدكتور سيد الأخرص استشاري أمراض النساء والحقن المجهري وجراحة المناظر وأطفال الأنابيب الحاصل على الزمال الأمريكية لجراحة المناظر المتقدمة والمساعدة على الإخصاب عضو الجمعيتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة عضو الجمعية العالمية لجراحة مناظر النساء والمؤسس لمستشفى الأمم والمؤسس لأول مركز متكامل لعلاج بطانة الرحمة المهاجرة في الشرق الأوسط أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي ضيف العزيز الحقيقة عايزة بهذا المنظور المنظور الألم وإحنا تكلمنا أن الألم هو إحساس إحساس يعني غير محبب للنفس بوجود شيء في طريقه للتلف أو الهلاك أو بالنفعل تم تلفه وهلاكه أي ألم دايما كنا بنتكلم ونقول إيه استمع جيدا إلى جسدك أنصت جيدا إلى جسدك وعلمه منطق الطير زيما سيدنا مربنا بيتكلم على سيدنا داود وإحنا أجسدنا كل عضو من أجسدنا له اللغة خاصة وعندما تنصت له جيدا تستطيع أن تكتشف أسرار كثيرة وراء إنساتك الجيد لهذا العضو عندما تألم الكبد عندما يصاب الكبد تجد مثلا أن فيه هزال فيه عدم إقبال على الأكل والشرب فيه صفار في العين فيه مشاكل في الدورة الدموية دا مصاب الرحم المرأة تيجي تقول لك أو الفتاة ألم ألم كأن ولادة يبقى كألم أي أدي إحساس نتيجة ما إنه ما يكون فيه تغدد رحمي أو لحمية ومع نزيف ويقشر عنيابه بلغة أخرى أكثر شراس عندما حتى كان ممكن يقول لك إن الجسد حتى الجلد المرأة تعكس ما بداخلنا تشوف لون البشرة فتعرف إذا كان هنا فيه مشكلة في تكايز مبيضين فيه مشكلة لرينال مشاكل في الكلا مشاكل في الكبد مشاكل في الجهاز المناعي لما بتشوف العين تعرف مشاكل كتير جدا تكون موجودة داخل الجسد لما بتشوف تسمع مريض عنده مشكلة في الرئة أو ربه يعني كل عضو يعبر عن ألمه وعن مشكلته بشكل شخصي ورغم إن العضو عشان في جسد واحد ودعمنا ربنا دايما للتلاحم يقول لك إذا إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الأعداء بالسائر والحمة كله بيشترك مما بعد هل ربنا الأكثر رحمة الرحمن الرحيم يعني هيبقى سعيد إن فيه مريض بيتقلم ولو مريض يقدر يستطيع أن يتحدث ويعبر عن نفسه طب تخيل لو طفل مولوده عنده سرطان إيه إيه الحكمة يكون عنده سرطان وهل ربنا اللي بيرحمه بندعيه وهو اللي خلق المرض إيه المعنى لربنا خلق الأسباب واجعلنا لكل شيء سبب فقط بقى سببا عشان لما نكون عايشين في بيئة صالحة الانتاج البسيط جدا لجنين والإنسان هو بويضة وحيوان منوي فهل يعلم أحد عندما يتعرض الرجل في بداية حياته أو في رحلته في الحياة إلى بعض المسرطنات من تدخين وملوثات للجو وإذا كان شغال في الفلاحة إلى مبيدات الحشائش فتبدأ لما تبدأ تخش في جسده بطريقة الملامسة أو بطريقة التنفس تبدأ تنغمز في الإفات والجواء لأنها مواد لايبوفيلك تعشق الدهون وتفضل تستمر لسنوات من العم وتفرز لجرعات مستمرة فنجد الآخر إن بقى آزوس بيرميا ما عندوش حيونات منوية لو كانت الأمة تعرضت لمثل هذه المبيدات ولمثل هذه الملوثات أثناء الحمل في تكوين جننها فتلاقي يصاب ما توصلش الإشارات بشكل معين الزكورية فتبدأ الخصية تتكون يتولد بدون خصية متنزلش الخصية أو إن لما يكبر نفاجة إن هو آزوس بيرميا أو تلف الخصية ولو كانت بنت نفس القصة ضمور في المبيدين أو رحم أو يبقى حتى هيرمافروديت لهو اتشخص ولد ولا بنت والأحياناً يحصل تسلوكيات مختلفة معيبة في الانتر سيكس نتيجة المشاكل اللي يكون موجودة إحدى التفسيرات والعلم الحديث يتحدث عن قد إيه البيئة أو التأثيرها على عدد الحيوانات المنوية كلة الحيوانات المنوية عدم موجود حيوانات المنوية مشاكل التصاب عدم موجود أرحم وتلافف المبيضين سرطنات الأطفال اللي بدأت تبقى موجودة بشكل مكسف على مستوى العالم كله نتيجة الحضارة ونتيجة الملبوسات والمأكلات والمشربات نتيجة البيئة المحيطة اللي حولينا يبقى هنا لازم وقفة حقيقية لما قلنا يحصل ثورة علمية كان المقصود بيها الارتفاع بقيمة الإنسان ربنا يرحم ولكن عايز الرحمة أنت كمان تبقى جوانا أحيانا بيبقى فيه تجارة بالمبيدات والملوسات وأحيانا في ناس بالتاجر بدون وعي أو بوعي أنه هو عاوز يربح فمش فارق مع أنه يدمر الآخرين يبقى إحنا لابد أن إحنا كمان يبقى زيد عندنا الوعي عشان نعرف أن الله خلق المرض وخلق الدواء فإيه سيصاب الدواء الده برق للإنسان بإذن الله ولكل شيء سبب يعني كل الأمراض لها أسباب وإن كان أحيانا بنوع إديوباثك غير معروف السبب حمل متأخر غير معروف السبب أو رمل فيه تجبر في سن مبكر غير معروفة السبب أو رمل فيه تبقى بالتباحة ومرة واحدة تتوحش وتطعملك في شهور عدة صغيرة غير معروفة السبب بيطاني ترحم مهاجرة تنتشر وتطعملك والألم يبقى مبكر غير معروف السبب يبقى هنا الرؤية الحقيقية والفلسفة الحقيقية بعد أن أنت عاوز تتكلم بشكل وجداني وبشكل نفسي بشكل أن فعلا بجد أن حتى الشخص اللي كان بيتناول معاك الحوار النهاردة في الصبح فعاوز يوصل وهو أنت كنت بتقول هو نفسه مريض وقادر بإيمانه المطلق يستشعر ويعرف فلسفة الألم وقدئين وهو بيصفي زي ما كنت دايما كنت بتقول أن ربنا لما بيبتلي مش ليعزب ولكن ويبتلي ليصطفي ويهزب ويهزب وبالتالي بتهدأ النفوس وتكون أكثر إنسانيا وأكثر كربا لله وأن الله يكون موجود في بيت المريض ولا في الرعاية المركزة ولا في غرف العمليات ولا في العادات من غير أن نشعر كذلك وإيد ربنا دايما بتبقى سبقانا في كل خطوة وبيبقى التحدي الأكبر هنا هل الاستعراض بقدرات ومهارات شخصية هل لما بنيجي نتكلم على أمراض موجودة وموصفها في الكتب ونجي نقول الأعراض ومواصفاتها مهم موجودة في الكتب ما ممكن كلنا نتكلم عن مواصفات وأعراض موجودة في الكتب طب ليه بيضل تشخصها لسنوات من العمر مهم موجودة في الكتب يبقى هل فرق كيف فرق ما بين أنك تكون جفتد أو لأ أو بتشغل على نفسك عشان يكون التشخيص المبكر زي ما كنا بنقول الوقاية خيره من علاج فالتشخيص خيره من علاج نائما أبنى حاليا كل النقاش بيدور على التشخيص ثم التشخيص ثم التشخيص التشخيص هو أساس الحل يحضرني أن كان في أحد من كان حصل مشكلة ما في شركة كبيرة جدا عملاقة شركة عالمية في في البرمجيات لحاجة مش عارق توقفت فيها ألات العمل نتيجة خلل وفيروس ما وضل التشخيص وعلماء كثيرة حاولوا يحلوا المشكلة ما عرفيش يحل المشكلة وجي أحد العلماء العباقرة دخل حل المشكلة في دقائق بعد ما حل المشكلة في دقائق بيقدم لهم فاتورة غالية جدا فقلوله إزاي تقعد مثلا عشر دقائق وتقول مئة وعشرين ألف دولار قالهم إصلاح العيب عشر دولار ولكن تشخيصه هو المئة وعشرين ألف دولار الإصلاح لما كلنا نصل إلى التشخيص كلنا ممكن يبقى جادرين جدا بحله بس إلي خلي فرق بين مؤسسة وأخرى في حل المشكلة تتعمل مشاءة تتعمل مؤسسات ضخمة جدا استشارية لحل الأزمات ومعالجة الأزمة لأنك لما نبدأ كلنا نقف في طريق الحل سهل جدا ممعروف أنه ده هيتشال أو يستقصل أو يتخذ الأدوية الفلانية أو المضادات الحيوية بتيجي المرضى عندك في عياتك بقالهم سنوات من العمر بتقعد في دقيقة تعرف تقول دي دي أديسون أو دي كوشنج أو دي زا كان ماليجنانت هايبرتنشن أو دي فون وولم براند بتعرف منين لدي كلها سندرومات دي كلها متلازمات خاصة منهم في الموقف بتعرف منين إيه خد منك سنواتين ثلاثة غير أنها جيالك بقى لها سنوات من العمر عملك تضالب تشخيصها هو ده اللي بد أن احنا نشغل عليه عن أنفسنا كيف نرتقي بأنفسنا على أنفسنا وكيف يكون المباريات مع الآخر للبرينستورمن لتوسيع الإدراك مفيش فكرة بتحارب الأخرى إلا لما أنت تكون أصلا متخيل أنها حرب لكنها تكملة إحنا يعني العلماء الأفاضي الذين سبقونا من قبل كده ومن سنة 1991 وكان التحدي الأكبر لما كانت تتعمل المناظير الجراحية ليه لأنك كان عندك مشكلة وانت بتعمل المناظير الجراحية في بدايتها إيه هي إنك تواجه المرضة عاملين جاعمليات جراحية سبقة أو عندهم مشاكل ضخمة تخش إزاي في بطن مقفولة مش عارف خرطتها وتخش وتقابل مشاكل كديرة جدا من الالتساقات وأمعاء وأوعية دموية هتخش في كوارث ضخمة هتبقى دي كونترا مريضة مريضة كانت عاملة عملية من حوالي أسبوع أو أسبوعين وجايب ديستنشن وجايب كليكشن وجايب فولن بودي جوا هتخش تعملها اتساع وتجمع مائي أو أجسام غريبة سفوت عشياشة أي حاجة هتعمل إيه هتتقاعص طب هتبقى هزيتيت متأخر في قرارك متردد وبالتالي تتسع الفجوة فيزيد المشكلة وآلامها ومضاعفاتها هتتدخل طب لو كانت مريضتك وتقعصت أو مريضة وجاي من حد آخر وتقعصت الطب كده على العموم مش في مصر على الخصوص في كل العالم بيتكلموا عن المشاكل والمخاطر والمضاعفات اللي بتقابلها بس المضاعفات لما بتقابلها وبالأوبستكلز اللي ما بتواجهها وتبقى فيه إعاقات يا الإعاقات تبقى سد منية تقف تحته وتصغر وتتقزم يتخذها ستيب وتقف عليها وتعديها فتفاجأ إنك رحت للعالم الأرحب والأوسع لما تعمل حاجة اسمها الدمان الدمان هو المقاطعة التي تبقى تحت ييدك وتحط كل القوانين لتحكمها داخل البطن لما تدخل داخل البطن المقفولة في تحديات والتساقات بشعة ومشاكل وانت داخل وعارف إن المريضة دي كان عندها كولوستومي معمول فتحة إخراج براز مؤقتة نتيجة إنه كان كانسر والنتيجة اللي كان فيه مشاكل والنتيجة بطنة رحم واجرة أو الجزء من الأمعاء السؤسل بسبب أو لآخر وانت داخل عشان تحل اللغز واتدخل الكولوستومي بالمنظر وتقفله بالمنظر من خلال فتحة الكولوستومي بتقنية وقايدلاينز ماشي عليه دليل طبي ماشي عليه بس قبل ما تخش بالدليل الطبي عشان تمشي على الخطوات اللي تقالت لك لما تسوق العربية امشي على درجة سرعة بشكل معين ماشي في الحارة بتاعتك هتمشي على اليمين لو درجة سرعتك كذا في النص لو درجة سرعتك كذا على الشمال في ريلان بتمشي بسرعة في ريلان ولكن امتى تخش من الحارة دي للحارة دي لو كان الخطوط مستمرة ما تخشش لو متقطع تقدر تعمل إشارة وتعدي إشارات المرور اللي لو تعاملت هي إشارات طبية وقواعد طبية منصوص بيها اللي تتعامل بيها ولكن يجد المجدين دائما للحل الوجود الحلول اللي كانت دايما يعني كونترا اندجاد دا على العموم تبقى ريلاتيف لكونترا اندجاد وبعد كده تقدر تقول اختار المريض وفيه جراحة جراح الجراح هنا عنده الجاجمنت بيقدر ياخد القرار هو القاضي دلوقتي هو قاضي وهو قاضي اللي يكون قاضي هل هي خبرات فقط هل هو تيم فقط تيم كامل فقط وهل هو اختيار مريض المريضة دي مفتوح بطنها قبل كده ليه مفتوح بالطول ولا بالعرض وكان سبب الجراحة كان ايه وكان فتح البطن الفوق يعني جزء مش موجود كان بتعمل مرارة كان بتشغل جزء في الكبد كان بتشغل جزء على البنكرياس ولا على الطحال ولا لور كانت عاملة قيصرية او سقصال ورام ليفي او شغل على المبيضين او انها كان شغل يعني انفجار في زيدة يعني او بيروتونايتس باي دي او كان فيه خراريك داخلية او تجمع دمه نتيجة سبب او باخر او برفوريشن يبقى انت جمعين اخترت المريض بشكل معين وحطيت الكواعد المنصوص عليها بشكل معين وبعد كده بتاخد القرار طيب انت خدت القرار انك هتعمله منزار او هتعمله فتح بطن هو سرع بين المنزار والفتح البطن طول عمر الجراحة كانت جراحة تقليدية فتح البطون بدأت كده طول عمر كانت القواعد المنصوص بيها للطرب الشرقي هي مقامات موسيقية وآلات موسيقية منها القانون والاكرديون والتشيلو والكمان والناي لما تيجي سيدة الغناء العربة مكلسوم وتبدأ تتالي خشبة المسرح وده التخت اللي وراها وبعد كده هيجي آلات غربية زي الأرج والجتار وتيجي تستدعيهم ويحصل انقلاب عليها لأنها استدعت آلات غربية ده هتشوه الموسيقى العربية وتيجي تجيد ويستمعوا ليها ويقولوا إيه ده إزاي عملت المكس ما بين تقدم المنمان انفيزيف سيرجري مع الجراحة بحيث ان يبقى الاتنين في أدوات في إيدك الجراح الشغل إمتى لابروسكوب يعني إمتى شغل مناظير وإمتى شغل فتح بطن وإمتى عمل المكس ما بين الاتنين المكس ما بين الاتنين اللي إحنا نقدر نقول لابروسكوبي لابروسكوبي اللي هنفتح بي لو حاجة تستحق ان احنا نفتح وبعد ما فتحنا وخرجنا المرض قفلنا ودخلنا باللابروسكوب تاني عشان نتأكد ان ما فيش او تجمع دموي عشان ما نفتحش مرة تانية إزاي يكون عندك فلسفة وانت متأكد انك في الآخر خالص بتعمل مخرج آمن الهيوش بروداكشن الماس بروداكشن الانتاج الضخم محتاج انك انت تتعامل بأدوات مختلفة ازاي ان ممكن تكون احنا عارفين وتعارفنا ان الاورام اللي فيها طمها معروفة كنت بتقول في قبل كده ان الورام اللي في عبارة عن فار اهبل دخل المسيادة صح مش كده اه انا رأيي دايما ان الورام اللي في فار واحنا سبناه احيانا يتحول الاسد ليه احيانا سبناه انه اسد يفترس الرحم لدرجة مديجن وفجأ لازم تشير الرحم الاسباب المختلف اللي قدت الى كده هل احيانا احنا لا نعرف عن جهلنا ان لا نعرف ان احنا كان عندنا عامل وراسي يزود فرصة وجود او رمل فيها او بطنة رحم مهاجرة في اجسادنا قد واحد اتنين ان احيانا خبرنا انه لا يأتي الا في سن متأخر اخر الاشرينات التلاتينات اواء اخر التلاتينات فنفاجأ انه بيأتي في اواء الاشرينات ما كناش نعرف ان احنا ما كناش نعرف انه مرض انه مرض نسائي مش مرض احيانا انسي ونساء يأتي الانسات والسيدات المتزوجات وغير المتزوجات ما كناش نعرف لما نتأخر في الجواز انه ممكن يجي في اجسادنا او ما كنتش هعرف انه هو ايه ده لانه اسمتوماتيك ما كنش ليه اعراض عمره ما حصل لي نزيف عمره ما حصل لي الام وكان بطني بتجبر فكنت بحسب انه سامنا فخدعني وكبر بالتدريج او لما الطبيب اللي روحت له كان صادق معايا وقال لي ورام صغير مش محتاج تدخل وبالتالي جللت مؤنينة المبالغ فيها واتطمنت وتخيل التالي ده ان ده حصنا امان والسكوك الغفران المستمرة طول الوقت انه هو يفضل طول عمر صغير البداية انا انا عرفت انه صغير فتابعه عشان يفضل صغير وعشان لما يجي يجبر انا اقدرت اسيطر عليه لما يجبر حوار مهم جدا حوار مهم كمان لانه اللي تتحدث زميلة دكتورة عزيزة زميلة اللطيفة يعني زي ما قولوك تنا الصغيرة مشكلة بدأت طبعا فهمت طبي هي شطورة جدا ففهمت لقيت عارض غير طبيعي راحت جاية لقيت ان الورم اللي فيك كبر عملت من النزار نصحتها الطبية لانها من العيلة زي ما بيقولوا من العيلة الطبية قالت اذا عندك عارض ما تأخريش بقى ما تعودش تتعيب نفسك او تلخبط نفسك او تربك نفسك وتعود تضرب الودع وتعملي بقى كونسولتو من اهل العيلة ولاد خالتك وبناد خالتك وماما كل دول عارض ماغلا من فوق احدهم جدا بزوج ده كثرة ومفيش جواهم اي طب ومفيش جواهم اي يعني اي قفطة طبي ومش عارف ليه الفتي في الطب ليه مفيش فتي في الهندسة ليه ما جيش واحد يا ابن عمارة يقوله لا ما تبناش المدخل مش من هنا ابنين من ناحية التانية ليه لا والفتي في كل حاجة حتى في الكورة وفي الطب لا في الكورة لا والله بجد عصد طب بيوت عصد لما تعور حط برن عندك مش عارف ايه اشرب حلبة ففي مش عارف كمون يعمل لك كذا شجرة السحة اللي هو اللمون اللمون مفيد والحامد السترك ده بيعمل احنا موجود لان اقصد حياة فلازم يكون جواها مرادفات للحياة لكن هنا لما بدأت المشكلة واضحة جدا وشافت ان الدورة او النزيف اللي بينزل مش في وقت دورة ولما بقى غزير شادت الانتباه ضرب الوضع الحقيقي دلوقتي المفرد اوي ان المريض رح داخل على ايه واركز التواصل الاجتماعي ويبدأ يقرأ ويقرأ ده ضرب الوضع اقصد ايه اللي احيانا يشعر ان هو هجيب معلومة فلما بيجيب معلومة بتتصك مع حالته المزاجية والنفسية اللي ممكن تأجله قراره لو هو عايز يأجل ده كلام مهم جدا لو هو بيسوف او لو هو سودوي من جوا فيقرأ الحاجات اللي تقعد تزغره تزغره تخوفه تخوفه الحق ده بتنزف جوا العمليات الحق ده يشيله الرحم الحق ده ممكن يجيله السرطان الحق ده ممكن واما أصلا المفرم يفرم الأمعاء الحق من رح مالشو واخد الكرار خلاص كان والله العصم ده كلام مهم جدا ايه ايجابياتنا احنا بقى احنا على حسب التلقي اذا كان اصلا اللاق يعني فيه المتلقي وفيه الايه المعطي المعطي اللاخ اذا كان اصلا الدكتور لانه نسيج عردي من المجتمع له ما له عليه ما عليه احيانا حسب تكوينه هيبقى ايجابي او سلبي مشاكله الكرارية ايه خبراته بتقوله ايه فبالتالي الحاكم ده اللي هيقول قرار احيانا بيرباكني انا فبالتالي انا مرتبك وطبيبي مرتبك لما الدكتور يقول للمريضة انا مش عايفي اعملك ايه انا عشد من شعري طب ده ايه فالمريضة مش عايفي تعمل ايه اذا هي في الطبك ده ما انا علمونا يعني اسوأ الانواع ده طبين غلط جدا ان المريض يكون بيشتك من قلم او بمشكلة الطبية فالدكتور يقول له ايه يقول له اللي عندك ده عندي اذا ده في كتب الطب لو قلت للمريض اللي عندك ده عندي المريض هنهار لا او احيانا مرضك نادر اعمله ايه يعني انا ممكن اقف عندي علمي ويقف عندي مستوى معين لخاب من استشار واستشارة الطبية دائما مستمرة فيه تيمورك فيه علم مفتوح بتناقش فيه ناس سابقينك لازم تعرف ان فيه ناس سابقين يكون ناس متساوين زي ما انت سابق ناس الدنيا تروس عشان تكمل بعضها مش تروس عشان تدوس على بعضها ده قواعد تعال نشوف بقى لما دخلنا مع الطبيبة اللي وعية جدا واللي عارفها المنمال انفيزف سيرجري يعني الجراحات اللي اكثر اقل تدخلا الدقيقة اللي ممكن منقدر نشيد الورم عن طريق المنزار تعال نشوف حجم المنورم بسنار كان بين عشرة في عشرة لكن هو كان اكبر من كده تخيل ورم حجمه عشرة في عشرة داخل الرحم ونقدر نتعامل ازاي بيه دخلنا قد دخلنا بالمنزار منزار رقم واحد احنا قلنا بنعمل بي ايه استكشاف اتنين تقريب للصورة تلاتة تكبير الصورة اقدر اشوف استكشاف للبطن كلها استكشاف قدين الورم وحددته وشفت المبيضين شفت الانبوبتين شفت ان هو ضغط على الحلبين شفت القلم الموجود وادي زايدة دودية بشوفها طويلة وملتصقة عندها مشكلة ما موجودة معنا او لا اكتشفنا يعني اقصد النقطة بتقدر تشوف لكل السيرجيكال بوينس الموجودة دخلنا بالمنزار بنشوف قد الكبد في مشاكل في الكبد لا طب خلاص حددنا نقطة يبقى بالتالي بتبص بالمنزار بالعدسة في البطن كلها حددنا الورم بتاعنا وعواد المبيض الايمن بالانبوبة الايمن والمبيض التاني مش الايمن بقى الايصر يا ايمن بالمبيض اللي ناحد نا 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 طيب دخلنا بعد كده بس ورم ضخم ورم ضخم هل الورم الضخم ده نقدر نسيطر عليه بالمنزار نقدر وفق قواعد منصوص بيا وفق قواعد منصوص بيا مفيش حاجة اسمع نكمل بقى نماشي شوية احنا عدنا الزايدة دي وشفناها نكمل نماشي شوية ماشي يا جماعة شوية دخلونا على الوقت المهم انا بدأني هنا تفتح ممكن اعمل line of incision اعمل حاجة very minimal الحاجة اسمها bipolar اعمل كي عشان اعمل sharp dissection على السروق بدور على البروتينيل وبعدين ببدأ اكوة كية صغيرة افتح طاني اللية واخش من خلاله اوصل للورم بخش بحاجة اسمع mayoma screw اللي هو حاجة زي الالاووس كده بتتحط بالزبط في المايoma او في الورم اللي فيه وابدأ بالبايبولر وابدأ نزقوش sharp dissection شايف بخش في الكابسولة واعمل traction واند traction شوف بنزل ازاي ال 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 بسال لكم اه بسال لكم شوف وهنا ده احيانا اقص واحيانا وخركت الورم بالكامل احنا ده اختصار رهيب جدا لنعملية حوالي ساعتين خلصنا الورم بالكامل خرج نقل لسرعة بسرعتها وبعد كده ارجع للميومة وللرحم بنعمل تخييط الرحم داخليا او intracorporeal يعني داخل بالمنزار ابدأ خيط بنخيط احيانا في تلت طبقات واحيانا طبقتين واحيانا طبقة واحدة حسب الورم كان فيه وزي انك بتقدر تعمل بطريقة شكل الخيوط مختلفة اذا كنت بتعمل حاجة اسمها V-look واو Strata-fix ده للجراحين فاهمين يعني ايه ده وتبدأ بعد كده انك انت تحاول تخلي البريطون على البريطون عشان تقلل فرصة الالتساقات انك تسيب بير تيشو او جسم عريان قفلنا وبعد كده نبدأ نبص نعمل ايه هيموستيزيس وبعد كده هنجيب الورم هنجيب الورم ده بتفرم ازاي بقى بالمفرم ازاي ما احنا عملناه قبل كده هنفرم الورم قادي الورم بنفرمه وبنطلعه بالكامل سريتزي كده كأنه شرايت طلعناه يبقى بالتالي بنقدر نسيطر على الورم بالكامل ونكمل الجراحة بالكامل عن طريق المنزار ورم ليه فيه وحيد حجمه اه عشرة في عشرة خمساشر في خمساشر نقدر نسيطر عليه وطلع الورم وما منسيبش اي مكونات بتبقى موجودة عشان ما يحصلش اللي فيه حاجة اسمها ايه فيبروماتوزيس او يكمل لا اه ممكن ده يبدأ يزرع من تاني فيملى البارتن او البريتون وتعمل حاجة اسمها برازيتك ميومة بناخد كل الاجزاء اللي موجودة ونعمل ووش وحالة بقى تشوف السيطرة عليها بقى ازاي وان داي اقلق وجود جدا في المستشفى مفيش اي جراحة تبقى تشوهية للجلد وبالتالي هي جراحة تجميلية كمان لبنت بتاكل وتشرف في نفس اليوم فترة النقاها اقل الالم اقل لان احنا مش هنزين جراحة المميزات الرائعة للمنزار المميزات الرائعة للمنزار يبقى احنا حافظنا وانا اكدنا من الفيلد والشاشة او الكاميرا بتاعت المنزار اللي هي موارياني كل موارياني كل التفاصيل لو فيه عاي بليدينج اه 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 ولو حاجة تانية معها اه لو فيه صناء الشر الموجود ان الورام اللي فيه معابطاني تراح مهاجرة قدر تشوفها واضي السريتز كلها واضي الاورام اللي فيه اللي موجودة بعد مشاريعها هادي حالة وبقت وسيطرنا على المرض وخلص وفي وان داي وما دخلناش في نسف وما دخلناش في مشاكل كبيرة بس هل يعني المنزار لوحده في حد ذاته اداة ان يقلل للنسف او لأ لأ طبعا الجراح اللي شغال هل المنزار في حد ذاته يقلل فرصة الالتساقات من عدمه لأ دا اداة كل ما تبقى very meticulous وvery ضقيق جدا ومسا يبقى فرصة للتجمع ده من جوه مش هيبقى فيه فرصة للالتساقات الموجودة وحافظنا على كل حاجة وبالتالي يبقى انت وفق الجايد لاينز اللي ماشي عليها من اول من قبل في اختيارك للمريض وطرق الدخول والتعامل مع المرض والتعامل مع الورم وما بعد ذلك بست اوبرتيب بتلاقي انك انت الاوتكم افضل كتير جدا عظيم بعد الفاصل الحالة الثانية بس انا يعني يا زي ما يقوله يحيرني ويصير في نفسي حلم حالات التعجب الكبيرة جدا ان انسان انسانة تتأقلم مع اعراضها وتبدأ تماشي الايام زي ما بيقوله باعراض مسحيجة جدا تتنافى مع حياة مريحة وهي في ادها انها تبحث وتدور يعني مثلا الحالة الجاية احنا هنشوف حالة قد تكون القادمة في 64 وراء بحيطة 64 وراء بدي مش مفاجأة يعني انت ما فتحتش مرة واحدة يعني عاملة زي ما بواحد يعني ما ينفعش ان هو يروح مرة واحدة يفتح شئته يلاقي مثلا عشر من القدمين قاعدين فيها كده قاعد 64 وراء اقصد ايوه و czy عاملة امار ايوه عاملة صونار اورانين مار و عاملة موجات فقصوتية عندها اورام لفية متعددة. يعني انت مفيش حد هيعرف يعد يعدها بالامجينج يقولك كذا ورم. بس انت سيبت نفسك كل ده ازاي? وخليت التحدي ده ازاي? فبعد الفاصل نرجع ونشوف التفاصيل ازاي? والحوار ازاي? وهو النقطة اللي انا بقول لحضرتك اللي دي مرضو اعايز اسمها تفسير او يعني رؤيتك لها ليه? اللي هي عملية الاعراض الموجودة اللي المريضة بتتأقلم عليها او زي ما بيقولوا بتمشي امور صدع وتعب وارحق وقالين يا هاخد مضاد صدع هاخد مش عارف شوية اهوة هضرب مش عارف مسكن ايه هعيش اه مع كذا والداري. معي ايه دي زي مشاكل كتيرة جدا مشاكل مرضية زي مشاكل كتيرة جدا حياتية حد مشاكل الاقتصادية موجودة فعمل يستلف من ده وستلف من ده وما بدورش يحل مشاكله ازاي? او يبدأ يتبنى مشروع صغير ويجور معاه? او يبدأ يفكر ايه ازمته الحقيقية وعملها الايام تتداول ويفضل زي ما هو بيتقزم وبيصغر وبيهرب من الدين ده ومن الدين ده عشان هو مشكلته الحقيقة محلهاش نفس القصة الصحة دي ابدأ اخد مسكن ابدأ اقجل اعتمد على الايام ايه لما الدورة تقطع اه لما ممكن يكون في حل اخر يبقى موجود اروح للدكتور ده يمكن يديني ده وان الشيف بعض اعتمد على تسوفات 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 احيانا بتأتي تسوفات بالخير ولكن كثيرا منها لا يأتي بالخير بالخير بعد الفاصل حوارنا مستمر وعايزكوا تفكروا وتسألوا لي وتقولوا لي وفي حد في العالم غيرنا ممكن ييجي يكنس التراب ولو جايح حطه تحت السجدة الحكاية دي يعني عايز اعرف هل تتصوروا مثلا ان في كوكب اليابان في حد ممكن يحكي ايه كانس 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 وحطه تراب تحت السجدة هو نفس الشخص او الشخصية اللي بتداري الاعراض بمسكنات او بتداري الاعراض باي حاجة وتتجاهلها بعد الفاصل الحوار مستمر في حوار مهم للغاية خليكوا معاين